موسيقى السلام عليكم ومرحبا بكم دمنا حلقة جديدة من برنامج مباشرة معكم لنقش في هذا المساء موضوعا لازال في خانة المسكوتي عنه أو الطبوهات في المجتمع المغربي موضوعا يكاد يكون يشكل منظرا يوميا مألوفا سواء في الفضاء العام أو في أماكي العمل في المدرسة في الجامعة وغيره والتحرش بالنساء سنحاول مقاربة هذه الظاهرة ولماذا هذه الصعوبات مرتبطة بها وطابعها المسكت عنه ما هي العوامل أو الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة إن أمكن اعتبارها ظاهرة بشكل كبير في الفضاءات سواء العامة أو الخاصة أو أماكي العمل كذلك أثارها سواء الاجتماعية والاقتصادية والنفسية سواء على الضحايا أو المجتمع بشكل عام وكذلك الحلول والمقاربات القمينة بالحد من هذه السلوكات المشينة ودور مختلف الأطراف مدرسة أسرة إعلاما دولة وقانونا ومجتمعا مدنيا في هذا الصدد قبل الخوض في النقاش أفسح المجال لحسين الزيق المكلف باستقبال أسئلتكم وارتسامتكم وتعليقاتكم على محتوى النقاش حسين الزيق مرحبا مرحبا جمع مرحبا مشاهدين الكرام إذن هذه نفيدة تواصلية الغرض ديالنا هو يكون احتواصل بيننا وبين المشاهدين تفاعل كبير بيننا كذلك وبين المشاهدين والمشاهدات اللي كيتبعوا البرنامج الغرض ديالنا نستقبلوا الأراء والأسئلة ديالهم باش نعودوا نطرحوها باش نغنيوا بها النقاش دياليهم عنا وسائل ديالاتصال متعددة نبدوها بالرسائل نصية القصيرة رسالة اسمس على الرقم 18 18 عنا كذلك عنوان إلكتروني مباشر إيميل إلكتروني اللي هو مباشرة أغوباسك أو تفاعل مع محاور النقاش في المواقع الاجتماعيات الأنترنت خاصة في الفيسبوك وتويتر اللي فيهم صفحات خاصة بالبرنامج كما هو واضح بأسفل الشاشة الغاية ديالنا هو نستقبلوا هذه الآراء هذه ونعودوا نطرحوها على ضيوف حلقتها دياليوم فقط مع ذكر الاسم والمدينة شاركونا نحن في انتظار مشاركاتكم شكرا حسين شكرا لكم مشاهدين الكرام لمناقشة هذا الموضوع سعدني أن أرحب بكل من سيدة خديجة روكاني محامية وعضو الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء مرحبا بك مرحبا أنتك تعتبر بأنه التحرش وفعل التحرش غير مجرم يعني في القانون الجنائي المغربي بصيرته الحالية رغم أنه كين فصل فصل خمسة مليو ثلاثة واحد لكين نص ليعاقب على جريمة التحرش بداية شكرا على الدعوة وكذلك شكرا على اهتمام البرنامج بالحضور النسائي فيه دي ملاحظة كنسجلوها على البرنامج مؤخرا الموضوع دي اليوم هو مهم جدا هو شأن مجتمعي هو يهم الجميع ولكن إلى أي حد القانون باعتباره هو الآلية لكتحمي الحقوق دي النساء والحريات والحقوق دي جميع المواطنين والمواطنات تحمي النساء من التحرش الجنسي هناك فصل فعلا يجرم التحرش الجنسي ولكن في إطار واحد العلاقة محددة كنتمنى أن الحلقة دي اليوم أننا نعرف فيها أكثر الموضوع أو الفعل دي التحرش الجنسي أو جريمة التحرش الجنسي وكذلك نقش الإشكالات الحقيقية والعميقة المرتبطة بموضوع التحرش الجنسي سواء كفعل من حيث التعريف دياله أو نعكسات دياله الاجتماعية أو الاقتصادية كيف ما قلتي وأيضا في ارتباط ببلد له دستور جديد وحسم في اختيار مشروع مجتمعي ديمقراطي حداتي اللي كيحتار من الكرامة ديال المرأة ويقر بالمساواة بين النساء والرجال خاصة المساواة في الحقوق المدنية لأن المس بحق النساء في السلامة ديالهم وفي الأمن ديالهم وفي الصحة ديالهم الجسدية والنفسية هو مس بجوهر حقوقهم المدنية المنصوصة عليه في الدستور شكرا أستاذ الروكانيكا نرحب بسنع العاجل الكتيبة والبحي ثامر حبا بك بارك لو فيك شابا مجموعة الآراء اللي خصصا من التفاعل يعني مع موضوع النقاش في مواقع الاجتماعية تشتيل لمسؤولية الفتاة أو المرأة من خلال ملبسيها أو لشكلها يعني في فعل التحرش أنا غادي نقدر نعكس الآية ونقول لك السبب فعلا هو للبس حتى الولادين يكي لبس شي يمكن البنات حتى الكمال الغريزة ركينا عند الرجل ركينا عند المرأة إذا حتى هما يقول لك أنا بسبب اللبس دي الراجل ما كان قدرش نقاوم وكنتحرش به إذا المسألة كو كانت عندها علاقة باللباس غادي يكون نفس الإشكالات اللي متروحة في بلدنا المفروض أنها هتكون متروحة في جميع البلدان في حين أنك تلقى واحد ابنت لابسة واحد لبس معين ولبس اللبس غادي سبيل واحد المجتمع آخر وما كتتعرض للتحرش إذا المسألة ما مرتبتاش باللبس بقدر ما هي مرتبطة بدهنية وخلفية معينة اللي كتأديل هذك المسألة دي لتحرش ونقطة أخرى اللي عندها علاقة بالمسألة الرجل اللي كيقول لك أن اللبس دي المرأة هو اللي كيخليني نتحرش هذا يعني أنه ما كيتحكمش في غرائزه بكل صراحة قادي نقول إنسان اللي ما كيتحكمش في غرائزه راه ماشي إنسان راح هيوال لأنك نشوفه غير الفروج والكلب والهولي تابع الذكر تابع الأنت وهي ما بغاش أما الإنسان اللي عنده واحد المستوى من الوعي واحد المستوى من التهديب ومن التربية كيمكن يكعبر على الإعجاب ولكن ما كيوصلش لمستوى التحرش لما كان شهدك الإعجاب متبادل ما يقول لش اللبس دياله هو اللي كتير لأنه اللي عنده مشكل فعدم القدرة على التحكم في غرائزه شكرا سلام عليكم أنا راحب بالدكتور محسين بنيشو الأخي الصائف الطب النفسي والعقلي مرحبا بيك أنا وسلام سلام عليكم سأقول لك بدايةا دكتور يعني الإنسان المتحرش أو اللي يقوم بفعل التحرش من ناحية النفسية هل هو إنسان سوي طبعا إحنا إلا أخذنا المجتمعات العربية تنجبروا على أن هذا القضي ذي التحرش كأنه شيء عادي وهذا هو المشكل يعني كثير من المظاهر اللي هي مرضية أو غير عادية في المجتمعات العربية تتأخذ تقنع على أنه شيء عادي يعني إذا ما معروف إلى خرجاته يعني أي مرأة في الشريع أو أي بنت أنا رأيت حرش بها من جميع النواحي ولكن بغيت نلاحظ واحد الملاحظة مهمة لأن حاليا من ناحية النقاش ديال ما يسمى التحرش لا يكتفي مثلا فقط على التحرش ضد النساء يعني كلمة التحرش أو لغ سلمو مثلا هي فيها بالزب المعاني يعني حاليا هناك ما يسمى التحرش في العمل هناك التحرش في المدرسة هناك التحرش في البيت وهناك التحرش في الشارع إذن مفهوم التحرش الحالي من ناحية زعمال العلمية هو هذا ولذلك إلا أخذنا مثلاً التحرش للمدرسة معروف حالياً على أن إلا أخذنا الولايات المتحدة الأمريكية 160 ألف تلميذ يومياً يتغيب على المدرسة فقط لسبب التحرش يعني مشين فهم التحرش فقط ذاك البنت متى تخرج الزنقاء يعني رأيت غازلوا بها ولا رأيت ضروا عليها ولا رأيت بعوها لأن المنتي تتبع مثلاً شي واحد خرجات مثلاً في زنقاء شنوتي تقوم تضيق من الحرية ديالها أو التي قمعها أو التي يهينها يعني هذه الأشياء كلها دخل في المفاهم القانونية مثلاً يخذنا القانون الفرنسي الحالي اللي تنص الفصل 222-33 جوج تنص على أن التحرش مثلاً في العامل يعني تقريباً هناك في فرنسا ما يزيد على جوج ديال مليون للحالات ديال التحرش في العامل إذن تنظن على ربما ناخد التحرش في الفهم دياله العام باش لأن هناك أطفال في المدارس مثلاً إلا كان بعض الأصدقاء ديالهم تتلهوا بهم أو مثلاً تضربوا أو التي يقولون تسمين هذا تحرش كذلك إذا كان في البيت مثلاً رجل تضيق الحرية دياله الزوجة دياله مثلاً أو التي يهينها أو التي قمعها فهو يعتبر كذلك تحرش فهذا هو الفهم يعني حقيقة العلمي الحالي ذي الكلمة التحرش من ناحية القانونية طبعاً رانشوفوا من ناحية جنسية كذلك شكراً دكتور كدرحب بسي مصطفى عبدالعلي أهلاً وسهلاً أنت أولاً أبو أسرة والتانيين مدير ثانوي ونبي الدار البيضاء تجربة كبيرة يعني في المجال الطربوي ومجال التعليمي واشلح طنطن خلال هذا المصر هذا أنه هناك يعني تكاثر يعني لحالة التحرش أو أنه ربما لوضع يعني ما ما تغيرش بزي فعلاً كان واحد تفاقم ضائرة التحرش لكونها ضائرة إنسانية أولاً وهي ضائرة إنسانية اجتماعية معقدة وبالتالي هاد العملية جعلت الناس مك يعرفوش أن التحرش أرى فعل غير مرحب به وبالتالي مكيد للتحرش كده كأنه كده شي حاجة عادية من هاد منطلق تكاثرت ضائرة التحرش أضيف إلى ذلك كان عناصر مهمة اللي جعلت هاد الظاهرة كتفاقم خصوصاً في الوسط المغربي كان وجدوا مثلاً المتحرش بها هادي عنده واحد الخوف من التبليغ عن التحرش وبالتالي كتجعل هذه العملية الناس كيتزادوا في التحرش كيزاموا كان عنصر تاني هو أن هذه القضية هي طابو كتخاف من فضائحة أو غير ذلك وعنصر آخر أن اللي كتشتغل مثلاً في مكان معين إذا تحرش بها الرئيس ديلها كان واحد النوع ديال السلطة حاضرة بين الطرفين وبالتالي عدم حدوث هاد الفارق بين السلطة بين هاد العاملة أو الموظفة مع الرئيس ديلها كي خليك تفكر أنها تبقى بدك شكل فيها وكي تحتفظ على المنصب ديال الشغلية والعملية وكان عنصر آخر المهم هو هو أن الجانب القانوني ما باينش عند الناس رغم أن الدولة سنة قانون منذ 2008 كان ضن ولكن بقى ما كيتفعلش علش ما كيتفعلش لأن باش يتفعله استادة كنظن خصة يكون الشهود ما يمكنش أن عطابروا واحد العامل معين تحرش لما كيش شهود وبالتالي هاشنو كيش يقع هادك اللي كيتحرشوا بها أو اللي كيتتحرشوا بها كيضن أن قيأس يصاب باليأس والإحباط لأنه في عمقه يضن أن لا يمكن رضع المتحرش لأن القانون ضعيف على هاد المتحرش شكرا أستاذك مرحب سيدة حياتي بوفراشن مرحبا بيك مساء الخير أنت رئيسة جمعية إنصف الأسرة وباحثة في مجال التنمية الاجتماعية مرحبا بيك شكرا شكرا بغيت نسولك مرتبط في أجتماعية معينة أو أنه ربما يهم جميع الأوساط الفقيرة غير الفقيرة المثقفة غير المثقفة نعم شكرا شكرا الأخ قلحسن مساء الخير مساء الخير المواطني المواطنات في داخل وطن وخارجه نستأدنهم في تكسير الصمت حول هذا الموضوع والمساهمة في التربية الجنسية الجماعية وطبع تلحل ما أعتقد أن هذه المشكلة مرتبط بفئة اجتماعية معينة ولا بمستوى تقفي معين بدليل أن هناك طبعا الحل تحرش اللي هو مرضي لدى يعني فئات معينة من الرجال وكذلك من النساء ليتحرشون بالأنت وليس بالمرأة ويتحرشون بالذكر وليس بالرجل يعني مش ضرورة تكون فيهم مواصفة معينة باش أنهم يمكنوا يتحرشوا بها كذلك يمكن القول بأنها يعني كلهم يتحرشوا يعني كل واحد يحرش مع غرينو كل واحد يتحرش بالناس اللي في المستوى دياله واللي في الوسط دياله ولكن ما يمكن أن يقال وأنا كنت تصمي يعني رأيي مع جميع الأخوات والإخوة المتواجدين هنا هو أنه التحرش الظاهرة دي أصبحت عدوى مع الأسف متواطع عليها اجتماعيا ومجتمعيا ويعني أولا تبحاني للكونفونسيوني ولينا قابلينها وكنشوفوها وكنتعيشوا معها مع الأسف وبالتالي كنا تحدثنا خارج البلاطو أنها ظاهرة أو غير ظاهرة أنا كنقول بأنها أصبحت ظاهرة على اعتبار أن الظاهرة الاجتماعية تعرف بأنها عندما يعني يصدر سلوك معين من طرف جماعة تجاه جماعة معينة ويتكرر في الزمن ولمكان ولكن تكون الجماعة معينة هي اللي كتقوم به وتوجه جماعة معينة أحيانا كتعاني منه الظاهرة الاجتماعية تصبح مشكلة اجتماعية ونحن بصدد مشكلة اجتماعية عندما تنعت من طرف المجتمع بأنها مشينة أو بأنها سلبية كالمخدرات كالدعارة إلى آخره التحرش الجنسي يدخل في هذه الخانة ولا يمكن أن نعتبرها قضية على اعتبار أنها ملموسة ونتعيشها في كل زمن وكما كما قال الدكتور أنها عندنا في المزين عندنا في الشارع عندنا في العمل عندنا في الدراسة عندنا في المعمل عندنا في الحقل إذن بكل صراحة ولت عنا عدوى وأن نحن متقنين بأن المجتمع المغربي والأوصى المغربية اليوم هي متحفظة أنها تفرج يعني الأباء والأبناء في هذه الحلقة أن نحن كنستأدنهم بكل احترام أنهم يسمعونها وأنهم يعرفوا بأننا اليوم إلى كين بنات لي خرجهم الدراسة وكين نساء لي تغتال طموحات ديالهم وهما خريجات الجامعات لأن تحرشوا بهم في الإدارات ولا في المقاولة ولا في الجامعة وماكملوش دراستهم ولا ماخدموش لأن اغتالوا لهم طموحاتهم فلأن تربية الجنسية ولأننا كنسكتو على ظاهرة احنا كنشوفوها وكن تعيشو معها طيب هذا كجرني سؤال أول وبغيرت رأيكم فيه كله أنه كما قلت الأستاذة هناك ظاهرة يعتبرها المجتمع في عموميتي ظاهرة مشينة من زيانة شوية ولكن في نفس الوقت كنشوفو مناظر على الأقل بشكل يومي وبشكل عادي وبشكل أصبح تطبيع فكتش ممكن في السلوحة الازدواج هي أنه سلوك يدان ولكن سلوك يمارس بشكلين خديشة فعلا هي الأسباب متعددة ولكن بداية كنبغي نشير وكنبغي نأكدها لأن فعلا تحرج الجنسي في المغرب هو ظاهرة ظاهرة طبعا لسوسيولوج وميل خصومي أكدوها ولكن يمكن نعتمد على معايير بسيطة جدا وهو الدرجة دي انتشار ديالها الظاهرة وكذلك الدرجة ديال الضحايا ديالها فعلا كنلاحظو على أنه مثلا هذه مدة كان ممكن تحرج كيتمارس في الخفاء ولكن الآن ناس يتبجحون بهذا الفعل والحال أنه سلوك غير أخلاقي وسلوك ماشين وأحيانا كتتمارس فيه أو كتقل فيه ألفاظ بديئة جدا وأصبح غير المتحرج واللي غير عادي من ناحية نفسية ممكن نشوفه الطبيب هو اللي يتكلمني على هذا الموضوع وكن أكد على أنه كنا الكثير من الدراسات اللي دارت من ضمنها دراسة اللي كانت أو كتاب اللي كانت دارت وجمعي المغربية لدفاع عن حقوق النساء وكذلك دراسة على انتشار ظاهرة ديالتحرج الجنسي في العمل اللي دارتها جمعية الديمقراطية النساء المغرب واللي أعطت إحصائيات مخيفة وخطيرة جدا علما بأن مثلا هذه الدراسات دارت 97 وكذلك احتاج الكتاب رحته وقدم شوية فيه أيضا نعم وفيه دراسة اللي كانت دارت على التحرج الجنسي في الوظيفة العمومية فكتر من 56% من الموظفات المستجوابات صرحوا على أنهم كانوا عرضا للتحرج الجنسي وسط الموظفات كالنسبة عالية ديال المتزوجات يعني جميع الفئات الاجتماعية مش فقط غير في الإدارة العمومية في جميع المقاولات في الحقول اللي كيشتغلوا فيها المغربيات في الفلاحة في الشارع العام في المدرسة للأسف الشديد لدرجة ولينا كان طرحوا سؤال من سيربي من والحل أن المدرسة هي مجال وفضاء ديال التربية وفيها نساء ورجال فرضين أنهم يربيوا الجنسين معا على احترام البعض ديالهم إذن أنا قد نخلص على أنه كان واحد الموضع ثقافي يعني كان وضعية ثقافية كان ثقافة منتشرة داخل المجتمع اللي كتحط المرأة في وضع معين وليكتخلي المرأة أنها موضوع ديال التحرش وديال الموتع الجنسية وكذلك ديال العنف يعني واحد الوضع دوني واحد الوضع اللي فيه الحيف كان جوانب أخرى يمكن كان جوانب تربويتي يدخل في جانب ثقافي ولكن اللي نبغي أن ينشيره هو الجانب القانوني لأنه مهم جدا غادي غادي نوصل لها سيدة روكواني غادي نوصل لها باش ندوزوه من نقطة بنقطة نبدو بعد القرير الزواجية وبالصعوبة يعني نسكوت عنه وكان قوله موشيين مدان ولا كيف نفس الوقت كينا ترى هادك نسألة يلس محتجامة القضية ديال مدان ولا فيها نظر لأن مثلا الأغلبية ديالنساء وني كتتكلم معهم على الموضوع العبارات اللي كيقولوا مهم أننا نحاولوا نفهمها دائما المرة غالبا كتتكلم على البسالة البسارة ديال دراري يعني بحالة غير شي حاجة خفيفة تكلمتي على الدرافة ديال لا ديفيب لجمعية الديمقراطية الحقوق المرأة في 2008 الأرقام اللي يخرجوا أكيد الأرقام غادي تكون أفضع دابا أعتقد 76% من النساء المغربيات كيتعرضوا لتحرش الجنسي وميلا في الشارع ولكن الرقم اللي شوية كيضحك هو أن 33% ديال الرجال اللي كيتحرشوا كيعتبروا صلوك عادي يعني طولت فيهم شوية أكثر من طول أولى طولت و50% ديال الرجال كيعتبروا هراشي حاجة مزيانة كيقول لك لا المرأة ركز بغي ينقولوا ليها شي كليمة زوينة إذن هذا هو المشكل هو أنه منيك تقول لي هراشي حاجة مزيانة ويمكن حتى مستحبة بزف ديالشابة منيك تتكلم معهم كيقول لك منيك نتحرش بمرة في الشارع ما عندوش الهدف ديال أنه بغي دير معها علاقات صح معها وليتزوج بيول غير دخلات السلوكيات العادية ديال وكي يهدر مع أصحابه كي تدوشي بنت كيقول لها شي حاجة وكرجع يكمل هدرات دياله مع أصحابه كانت كذلك لو أشتيب المندو بياسامي التخطيط كانوا عملوا واحد دراسة في 2008 كذلك كيقول لك أن 70% ديال الرجال كيعتبروا أنهم من حق المرأة أنها تشتغل وتقرأ ولكن 20% فقط ليكيعتبر مشيط الرجال عفوا المواطنين المغاربة عيارة ورجال 20% فقط ليكيعتبروا أن المرأة من حقات البس اللي بغات في الفضاء العمومي هناك ترجع المسألة اللي قالت الأستاذ ديال أنه في الدهنية ديالنا أن المرأة يخصت تكون في الفضاء داخلي ديال الدار لأن مثلا القولة في المغرب ليكيقول لك الزناقعة مرأة والديور خاوية يعني لأن الأمثال والنوكات هي كترجم تقافتنا نوعا ما يعني لأن المكان ديال المرأة هو الدار نيكي تخرج للفضاء الخارجي كتبرزده كتبرزد هذا الراجل كيقول ليكي يخصوه يدير شي حاجة لأنه مكانها ماشي هنا حتى مني كتمشي تشكر الرئيس ديالها في العمل أو للبوليسي حتى عرضت التحرش كيقول لها وانتي لش كتي خارج في ذاك الوقت ميت ليش كتي كتديري أصلا بره إذا في الدينية للمرأة ما خطش تكون في الدار وإلى خرجة الزنقة كتبلي ملكية عمومية وهذا طبيع هو المشكل إذا نرى ربما ما كيناش إذا أنا بشكل كافي لأن قلتها في السؤال لولدي القبيلة الناس كيعتبروا أنه عادي لتعرضة المرأة للتحرش هي السبب القانون ما كيعتبرها جداحية المجتمع ما كيعتبرها جداحية وللأسف المرأة لتعرضة المتحرش أو أحيانا حتى المغتصب لأن هناك التحرش وهناك الاغتصاب معاً الاغتصاب درجة يعني أخطر يعني من التحرش ولكن قد يكون التحرش هو المرحلة الأولى التي تؤدي بنا يعني أحيانا من بعض المتحرشين الاغتصاب يعني عندي مريض مثلا وهو ما تعترفش بالمرأة دياله ولكن اغتصب واحد طفل صغير اللي فعمره هو فعمره سبعين سنة واغتصب الطفل اللي فعمره عشرة سنوات من يسولنا قلنا علاج ذك الطفل قاس في العشرات الليل في الزنق هالشي دير هو كانت يقلب على الاغتصاب لأن نفس الشيء يعني في التحرش مثلا تنجبره بعض الحالات يعني الناس مثلا ما تعترفوش بالخطأ ديالهم يعني إلا كنتي مثلا في أوروبا والمرأة ما شيئا مثلا ما كيش اللي يهضر معها ما كيش اللي يتبعها ما كيش يمشي بالطنوبيل حتى هذه الكلمة اللي تقول ديال الغزال هو تحرش ما عندكش الحق أنك المرأة إلا كنت في الشريع تقول له مثلا أنت نزوينا ولا شيئا حاجة ما كيش الغزال هذا يعد من التحرش ما عندكش الحق تماما أنك تقول له إلا قلت له هذا الكلام هذا ممكن تمشي للحبس مثلا لو إنسان مثلا عادنا عادم والطاكسي يوقف ويمشي يتبول مثلا في الشريع أمام الناس هذا تحرش أنه لو كان في أوروبا مثلا ممكن ياخد شهر ديال السجن لأنه ما عندهش الحق يقوم بهذا العمل يهدي طبعا يجي قدم الضار دياله ويحط التاكسي دياله لشيء من هذا القبيل هناك تبعي الأهمية ديال القانون صراحة الله هناك تبعي الأهمية ديال القانون لأنه ما يمكنش ننتظروا من المجتمع تطور أو التقافة أنها طرقا تبدل ونبدلوا السلوكات ونبدلوا الأنماط الاجتماعية للمغرب ملزم بتغييرها لأنه مصادقة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال تميز ضد المرأة عاد نزولوا التحرش الجنسي دونك الآلية ديال القانون هي مهمة جدا بالنسبة للقانون الجنائي المغربي وعلى شو القانون الجنائي المغربي لأنه هو المختص هو المختص في هذه المسألة ديال الجريم وديال العقاب وديال تحديد ديال أفعال والسلوكات المباحة والمشي مباحة فالقانون الجنائي في الفصل 503 جرم القانون التحرش الجنسي وإحنا هنا أنا كنتطلب أن نبقوا في حدود التحرش الجنسي لأنه فعلا كي العديد من الأنواع ديالتحرش الجنسي مثلا القانون الجنائي الفرنسي يعاقب على التحرش الجنسي وهناك فصل آخر يعاقب على لغسل مون مغال دونك الموضوع دياليوم وتحرش الجنسي اللي كيكون عنده مضمون جنسي وليس بالضرورة يسمح لي قال تحرش كدن النساء لا 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 هو أقسل مون سكسويا سمح لي أنا قانونية و تحرش كدن النساء لا لا يمكن تحرش وحصره غير في الجنب الجنسي أو لما تحرش أعطوه يحصي غعمل لأنه فيه نعديد الاعتداء على المرأة لا هو فيه على الاعتداء وتمييز عنف وحيف في مجتمع ربما وخم كين نص قانوني يجري متحرش الجنسي ويعاكب عليه في القانون الجنائي ولأول مرة سنة 2003 ماشي 2008 وهذا شي كان بدغط قوي من الحركة النسائية في المغرب اللي بدأت لانشتغال على موضوع ديالتحرش الجنسي منذ السنوات ديال التعينات هو هاد المسألة ديالتعريف وهذا شي لاش وخكين نص قانوني وخكين نص قانوني كين مشكيل في التفعيل دياله ما كنلقوش شكايات في المحاكيم ما كنلقوش كتير لهذه الأسباب الثقافية الخوف الكفاش العقلية الدكورية أيضا لأن العقلية الدكورية كين نعند كل شي تعال الناس الفاعلين في مجال ديالقانون الصاهرين على تطبيق القانون واش هم يدركون اشنا هو التحروج الجنسي والخطورة دياله لأن يمكن العديد مننا تبعوا النقاش الذي كان في فرنسا مؤخرا ونقاش راقي واللي نخارط فيه جميع مكونات المجتمع علاش على الفصل الذي يجرمه ويعاقب على التحروج الجنسي وأن أحد النواب المتابعين به أمام محكمة النقد محاميه طعن في هذا القانون بأنه ما عندوش يعني مبدأ ديالشرعية لأن الفصل فضفاد فتوقف هذا النص القانوني وكذلك توقفت جميع الملفات المعروضة على أنظر القضاء فقامت الدنيا ولم تقعد في فرنسا وفي ضرف شهرين ونص هذا القانون جديد يعني واسع وشامل وضقيق بيش تدخل فيه يعني كافة الحالات اللي ممكن اعتبروه تحروج جنسي والغريب الغريب هو أنه انخرطت فيه الحكومة انخرطت فيه المؤسسة تشريعية بالغرفتين ديالها كذلك المؤسسة تشريعية ديال من جيس الحكمة كلهم بما فيها المعارضة السياسية وتمتسويت بالإجماع غير أن تسألوا واحدة وقتا الذي يعقب يجرم واحدة وقتا غير أن تسألوا واش القانون بوحدو بوحدو كافين شوف سيدة بفرش أنا بالنسبة لي فقط هناك إجماع حول المائدة لأنها فعلا سكيزوفرينية اجتماعية كما ضواهر متعددة في المغرب كنعيشوها في العالم العربي على العموم أنا كنعيشو سكيزوفرينية كنعتقدو شيء وكنمرسو شيء آخر في الأسر دينا كان نشروا تقافة وفي الخارج كان نمرسو حواج أخرى أنا أعتقد هنا القضية جاية من الأسباب لأننا كان قراءة الظاهرة يعني النتيجة وإحنا بصدد مقاربة علاجية مع الأسف في حين أن هذا الشكل قبل ما تولي ظاهرة اجتماعية سلبية وبالتالي تولي مشكلة اجتماعية ونحن فعلا في المغرب الآن بصدد مشكلة اجتماعية اللي سميتها التحرش الجنسي في جميع الأماكن السبب أولا أنا أعتقد والأخت سنرى لمحة لها هو التمثل لجسد المرأة في المتخيل الشعبي الجماعي بمعنى أن جسد المرأة في مجتمع ذكوري هو ملك للرجل الرجل الأب الأخ الزوج اللوس الخال العم وبالتالي هو يعتقد بأنه عنده وصاية على جسد المرأة فقط المرأة لا يمكن أن تستأمن على جسدها وهي صاحبة الشأن وبالتالي منك تكون خارجة سخر ولا خارجة سفر ادي معك أخوك ادي معك ولدك أنت ولدت أنت ولدت هور بيتي وديه معك علاش باش يحضيك أولا باش يحضيك أنت يا لأن أنت لا تستأمن على جسد لأن في خطورة بحال بحال واحد لا ينبوم يعني هزها معك يمكن لها يمكن لها تنفجر في أي وقت وتاني اللي يستأمنه يستأمنه الشارع على هذا الجسد اللي هو خارج فإذا هذا الجسد اللي هو في الذاكرة الدكورية والذاكرة المجتمعية ككل اللي هو ملك مشترك وبالتالي من المرة مني كتخرج الزنقاء كتسخر ولا كتقضي الأغراض ديالها ولا إلى آخره عندما منينا رجل كيعجبوه ذاك الجسد وكيلمح لها باللفظة مباشرة لأننا ما بقناش نحن في غير اللفظ ربما في أماكن أخرى الغير اللفظة والتلميحة إلى آخره في مستوى أرقى ولكن في الشارع مباشرة اللفظة مني ما ما كنجوبش معاكم ما كنستجبش للرغبة ديالك الآنية والنزوة ديالك لأننا عجبتك شنو كيوقع كان دوزول لمرحلة الثانية وهو الاعتداء والعنف ومن هنا العنف الجسدي في الفضاءات العمومية بمعنى أن أنتي ما بغيرت تستجبلي لأن أنا في اللي شعور ديالي ذاك الجسد رقلوا لملكي من التربية قالوا لي ذاك الجسد أنا وصي عليه وبالتالي إذن شكي يوقع وهناك كان في السرود الضاهرة دبابش المغاربة احنا كنهضروا أخوته وحباب يعني في الفضاء ديالنا وحنا كننشترك وحد المجموعة ديال المسائل هناك كان في السرود قضية ديال السيد اللي دباح في الليلة دلعيد الخطيبة دياله من الوريد إلى الوريد لأنها رفضته ولا لأنها رفضته بطبيعة الحل جسديا كذلك الشاب الذي يعني قام بإحراق أمام ولا غير بنت من الشارع أمام التنوية فإذن هذا المعتقد وبالتالي فالقضية اللي قالت الأخت أن هناك تحرش جنسي اللي كيتسمى البسالة الدراري كين ولكن قدم التنوية قدم المركزية التكويل المهني في الجامعة يعني بين الزملاء كيكون واحد الشاب اللي شوية زعيم كيتسمى كوكدي جروب كي يبسلوا على الزمينة ديالهم ديالها على اللبس ديالها على الشعب ديالها ولكن كتمر يعني بمجرد ما كتفتت ولكن هو تحرش هو تحرش ولكن ما يدرش التحرش اللي خصويت جرم والأستاذ من بعد غادي يزيد يشرحها القضية اللي خصويت جرم هي التحرش في الإدارة مني كان في الإدارة يعني هذاك مقرون مقرون وفي المقاولة وفي المقاولة يعني مع الشارع ماشي مشكل مغراسة لأن هذاك مليك يقرأ في المدراسة ولا غادي يكون موظف ولا باترون ولكن مني كتغتالي الحل من ديالي أنا كيقولولي مني كتكون صغيرة كيقولولي شوف قرائن زيان وراهيلة تبرتي في العامل وكنتي نازيها وكنتي موجدة أنا غادي ترقي وعندك وعندك المعنويين وأنا غادي سهمل فكرة عاكت غين مرر الفكرة على الأسنة غين مرر الفكرة ونا قبل التعلم فكرة عاكت لا فكرة الفكرة جلي هذه الزملة أنهم يسبسوا على بعضياتهم أنتم ما كيتربوه ربما على التحرش هذه الصورة هذه كلمة أنا سمعتش لأنها كارا متحوص تقلاليتها جدا عنده شنون غايم نعو شنون غايم نعو من بعد أنهم يتحرش مثلا بالأستاذة ولا بالمعلمة ولا بالمديرة أنا أعطل بأهلا أنه يتغزل لا أتحرش لا سيد أبو فراشل في كيس تغزل في كيس تغزل كبير التحرش مثلا شاب مغربي قال شاب مغربي بصحة القميجة هذا يقدر لا 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 خديجة ليس قبلت ولا ما قبلت يعني هذه مسائل يعني مظهرية بسيطة يعني بين الزملاء في المدرسة ولكن هتمك تكون هناك تكون ولكن أنا التحرش اللي في الحقيقة حقصنا وقفوا عليه واللي هو كيكون مشكل حقيقي وهو التحرش في الميناء والعمل والمقاولة العب في المرأة المغربية اليوم ما كتقدرش تخرج في الشارع ما زال ما وصلناش للشارع للا كان هدروا ما زال غير لإدارة الميناء المقاولة إذا لا فيها تحرش والك ره الشارع المرأة اليوم اللي تكلمتي معها اللي عندها شوية الإمكانيات وقدرة تكون عندها الطموبيل كتقول لك وخان خرج نتخر غير قريب صحيح يخسين التفقير معك تتلقص لا أمكان لكوخز ذيالها تتخصي خرج مع أخوها ولا رجلها الفضاء العمومي اليوم ولا صعيب شحال هادي بعدها كان غير في الحومة يكون عندها الأمان في الحومة هم يتبس اليوم التحرش اللي عنده مخلافات اقتصادية اللي هدرت عليها هذا كبير هذا هو الكبير اللي عنده وطع المجتمع اسم عسيب العلي عطارة إزدواجية كان استحضر اسمته السوسيولوجي المغربي التصمد ديالبي وكيعتظر أن تحرش في الشارع عبارة عن معاكسة كسمية معاكسة وبالتالي لا ترقى إلى التحرش في مقر العمل أو في الجامعة أو في المنظمة الساعدة وهذه المعاكسة تنتهي عندما يكون رضي الفعل بمعنى إذا كان رضي الفعل للفتاة أو المرأة ضد المتحرش قد يكون رضي الفعل عنيف أحيانا وبالتالي هنا يعني كان واحد النوع لالآن عند هذا يعني تخليط قليل إذا كانت عندها قوة وعنده الفعل قوي هاتي ترضى عندك المتحرش وبالتالي هنا ما كيش علاقة السلطة علاقة السلطة تكون في العمل خوف من فقد العمل خوف من التعطر الدراسي خوف من الرصوب كل هالعوامي تجعل المتحرش به أنه يكون في دنيا بالنسبة للآخر تنشيء اجتماعي والطربية ضرورية لأنها عبارة عن تحصين للشخص كما كان فتاة بلوصول الوصول ميغان تكرر عن الحول هنا بأن علاش المرأة بالضبط لأن الرجل لا خوف عليه لأن بطنه لا ينذر بالكوارد تخلاف المرأة وبالتالي علاقة بالأساس كيفاش بطنه لا ينذر بالكوارد بطنه 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 لأنه هذا الشخص ما غالي شي يخط عليه بطنه تقول لي ما نخرجوش عن النقاش حقيقة لأن الأشياء يجب أن تكون علمية واضحة لأن ما هناك تحرش جائز وتحرش غير جائز أن مثلا لاخدت الطفل صغير طفل صغير ما تعرف شو معنا حتى التحرش يعني ممكن يجي واحد كبير يقبله مثلا أو لا يلمسو هذا تحرش أو لا يرويه مثلا واحد صورة دي البرنوغرافي أو حاليا هناك مثلا حتى التحرش بلا أسامس يعني عدة أشكال ولذلك يعني التفسير العلمي على أن التحرش هو يعني عمل أول يجب أن يكون متكرر وفيه منفع عن ناحية جنسية المتحرش إذن هذا والقانون ما تلخذينا القانون الفرنسي يعني هو تعاقب على حسب التفسير العلمي فهناك التحرش مثلا في العمل اللي هو خالي من ناحية جنسية يعني ممكن مثلا القانون الفرنسي تينص على أن إذا كان صاحب المعمل مثلا يعني تيسوء الحقوق دي العامل دياله تيسوء المستقبل دياله تيسوء تيقلل من القيمة دي العامل هذا هو المفهوم الحالي دي التحرش في الغرب اللي فيه جوج المليون مثلا في فرنسا يتعرض لها النوع التحرش وقد يكون أحيانا التحرش جنسي ثم عمليا يعني عندي واحد سيدة اللي هي رئيسة مصلحة كبيرة هنا في شركة في المغرب واللي المدير دياله تحرش من ناحية الجنسية وهي رفضت من بعد انتقم منها حاليا من ناحية العاملية ودخلت في حالة اكتئاب شديد جدا يعني ما تقدرش تعرف ذلك السيدة مسكينة كيفاش كان ذلك لغرون كادر وكيفاش رجعت يعني حقيقة واحد مصيبة كبيرة وذي كانت تنظن حقيقة في التحرش بش يكون نقوله الموضوع قيم ما نبقىوش من الحرشين من ناحية الجنسية فقط ان اخذ النقاش عليه وحتى القانون مثلا المغربي وخاء انك وخاء انسنوا هاد القانون المغاربة لا يحترمون القانون يعني انت مثلا قانون السير الفروش تيدزو فيه كيفاش بغيتي مثلا فقط وحدة الدوز يتغزل بها يعني تالك المتالي تقول يالتغزل هالغزال هو التحرش ما عندكش الحق انك شي بنت دايزة تقول لها شي كلام جميل ما كيش كلام جميل يعني تحترم بك السيدة للحرية المطلقة باش تلبس كيفما شاءت تخرج بما شاءت يعني انا عندي مثلا البنت حاليا يدخلت في الانوغيكسي منطال بحيث تتوزن حاليا 36 كيلو فقط نسولتها قلت لا علاش هكا قلت لنا مني كنت نخرج يعني بزاف الشباب يتحرشوا بيا بغيت نولي يعني الشكل ديالي بحل الميتة باش تشي واحد ما يهضر معايا ولا يشوفي ودوكي تعدوا على الموتى دوكي مرسول على الموتى حقيقة الشباب المغربي والرجال مثلا ليس هناك تحرش جائز وتحرش غير جائز كل هاد الأشكال اللي ذكرنا مثلا تقول لها شي كالها تعكسها تبعها يعني يعني مثلا شاب قال شاب مغربي بس حلقة مجاد محصوش يقول محصوش يقول قال يا شي أغلب تشريعات في العالم كتعقب على التحرش الجنسي مليك تكون علاقة دي السلطة ما بين الطرف المتحرش والطرف المتحرش ما في شرع العام ما كي السلطة لا قلال هي قلال هي الدول اللي كتعقب على التحرش الجنسي في الفضاء العام مثلا حاليا مؤخرا فرنسا جاوزات نسبيا هاد الأشكالية ولكن أغلب الدول هي تعقب على التحرش الجنسي نظر الخطورة دياله في هذه الحالة مليك تكون علاقة سلطة ولكن تحرش الجنسي ركي في مكان الأطرف دياله لأن تحرش الجنسي ماشي بالضرورة من قبل رجل توجهها مرأة كيقدر يكون المرأة كي تتحرش بالراجل كيقدر يكون مبيل جنسي يعني راجل مع راجل وكيقدر يكون مرأة مع مرأة ولكن نحن اليوم نتحدث عن تحرش الجنسي ضد النساء من قبل الرجل لأنه لكيشكل ظاهرة ولأنه لمنتشر إذن اشنا هي العناصر التكوينية لهذه الجريمة ديالتحرش الجنسي أولا خلصت تكون هذي الأفعال أو الإشارات أو الأقوال لأنه كيقدر يكون فعل يقدر يكون إشارة مثلا كيوريك صورة كيوريك فيلم كيوريك فيلم كيوريك فيلم كيقدر يكون لفضي عبارة عن نكتة عبارة عن كلام كيقولوا خلص يكون المضمون دياله جنسي ماشي بالضرورة يكون لهدف جنسي كيقدر يكون عبارة عن لمس بعض الأعضاء مثلا الحساسة في جسد المرأة وكيكون المضمون دياله جنسي ماشي بالضرورة لهدف جنسي يعني مثلا واحد في الزنقات تي تبسل عليش يحدث تتحرش بها تيقول لا تمشي معي واش هو عربية أنا غا تمشي معاه أنا مغادش تمشي معاه ولكن هو في المتخيل دياله كيفاش كي ينظر المرأة وذيك الدونية دياله المرأة والاحتقار دياله المرأة والإهانة دياله وذيك المخزون دياله التقافي هو يكي يخليه ديير سير ولو أنا عاربي أن النتيجة أو الهدف ليه هو الجنسي لن يتحقق إذا خاص المضمون يكون جنسي هذي من جهة من جهة أخرى سيخص يكون تكرار ديال هذاك الفعل وخص يكون الإلحاح سيكون تكرار وخص يكون الإلحاح ستكون علاقة سلطة مثلا أستاذ مع تلميذة معلم مع تلميذة رئيس مع المرأة وستدياله مدير مع شي حد خدام عنده رب العمل إلى غير ذلك يعني واحد مثلا مسؤول على التشغيل في مؤسسة معينة له سلطة له سلطة يعني عنده سلطة ما شيف ضرورة سلطة مادية يعني سلطة معنوية كالعديد من الأشكال ديالسلطة إذن هذه العناصر التكوينة كيكون هيدك سلو كيكون مرفوض لأن لقبلاته طرف الآخر يلقبله ما كنبقوش أمام تحرز جنسي كيوالي هنا كيوالي واحد نوع من الغزل لأن كيكون اتفاق كيكون تراضي هنا كيكون تراضي رفتها في العلاقات الجنسية كين فرق مليك تكون فروضة كين الفرق مليك تكون صار ولكن المتحرش باش نعرف بأنه غير يكون رضا ما خصوش أصلا يقبل على فعل تحرز مليك تجاوبش معاه مليك تجاوبش معاه هذاك رفض أصلا أصلا ما يبادرش لا هو مليك تكون علاقة السلطة يلس محتلال سناء أنا كنقول ما يقوله القانون ما يقوله القانون وأغلب تشريعه فعلا الآن حركة النسائية هي تطالب وربيع الكرم اللي هو كيشتغل على تغيير جدري وشامل القانون الجنائي وهو يطالب بتغيير جدري وشامل القانون الجنائي من حيث فنسافته ومن حيث بنيته ومن حيث مقتضياته وكيطلب تجريم ديال التحرز الجنسي في أي فضاء ارتوكي القانون الجنائي المشروع ديال القانون الجنائي اللي كانت هيئات الحكومة السابقة كان جاب فصل اللي تجرم التحرز الجنسي أيًا كان الفضاء الذي ارتوكيب فيه وأيًا كانت العلاقة اللي كتربط ما بين الطرف المتحرش والطرف المتحرش به واعتبر بأن مليك يكون مرتكب التحرش من الناس المكلفين بحفظ النظام وحفظ الأمل في المجتمع كي تعتبر ضرف تشديد لأنها أكثر خطورة هذا في المشروع ديال القانون الآن كي نحوار من أجل إصلاح منظومة العدلة اللي دعيالي وزارة العدل خصو يكون هذا الموضوع ديال حماية النساء من العنف لأن التحرز الجنسي هو عنف هو تميز ضد النساء عنده العكاسات خطيرة جدا وكي كتابات إلا سمحتك تخذي جاركاني نسمع غير المواطنين ترون المشاهدين يقولون أرجع المدونة الشغل أن تهيت كلمات عن التحرش نجاتنا من المشاهدين كتناول الموضوع التحرش بصورة شمولية هناك آراء مختلفة أحياناً كتكون متنقضة الشيء اللي كي يبين اختلاف الآراء حول هذا الموضوع نبدأ بالسيدة فاطمة الزهرام المراكش اللي كتقول يا ريت لو أن الفتاة شبه العرية هي التي تتعرض للتحرش فقط بل بالعكس الفتاة التي ترتدي لباساً عادياً وكذلك المحجبة تتعرض للتحرش رشيد الدهبي من صفر وربما في جواب لما سبق يقول في رأيه المسبب الأول المسبب الأول هو اللباس غير المحتشم هو الذي يغري العديد من الرجال للتحرش وهناك كذلك النساء من اللواتي ينتظرنا سماع كلام يعني كلام يتغزل بهن وكلام جميل في حقهن مجموعة من الآراء كتمشي في نفس السياق زهرة سوماتري من تمارا مريم من الدخلة عدنان من مدينة مكناس وغيرهم المشاهدين كيربطوا بين هذه الظاهرة وبين منظر ولباس الفتاة المعتدى أو المتحرش بها عندنا كذلك شهادت من المتتبعين من بينهم نورة الضاوية تقول أنا طالبة جامعية ويومياً تقريباً نلاحظ مظاهر التحرش خاصةً عند ركوب الحافلة وتقول أتمنى أن يصل صوتي إلى ضيوف البرنامج الحديوي هشام الحسيمة يؤكد أن القضية أكبر من مجرد تحرش بل هو وجه من وجوه النفاق المجتمعي فحسب تعبيره التحرش يمارسه الشباب لكن يتصدوا له عندما يتعلق الأمر بإحدى قريباتهم غزلانت شهدي من جهتها تقول أن التحرش ما هو إلا انعكاس للتقافة الضكورية الموجودة بالمجتمع حسن أيتبلة من القنيط ربعت برسالة مطولة من بين أفكارها أن التحرش نتيجة للتربية التي تعتبر الجنس من الطابوهات وميناء المسكوط عنه ننهي بسؤال موحد جاب صياغات مختلفة من المشاهدين منهم فاطمة من طنجاء نسم الكوي من الريباط لبنى من مدينة أقادير وغيرهم كيتسألوا لماذا لا نرى قوانين صارمة لمعاقبة المتحرشين وما هي الإجراءات الاجتماعية والتربوية للتعريف بهذا الضاهرة اللي أرقامها بدت كترتفع بشكل مهويل سؤال آخر من أحمد سبار من إقليم جرسيف يقول لا يمكن اعتبار التحرش ظاهرة اجتماعية لسبب بسيط هو أننا لم نشهد يوما محاكمة شخص معين بتحرش بفتاة أو امرأة بعكس الاغتصاب باعتباره مظهر آخر للتحرش الجنسي ما قول ضيوف البرنامج فهد النازلات نتابعو أغادي نتابعو كذلك بعض التصرحات بعض المواطنين المغاربة من الشرائح مختلفة هي عينة ما شي علمية عينة فقط عشوائية طرحنا عليهم الأسئلة المشطبة تبعد الموضوع استقعها الزميلان مكاوي والخادرين تابعوها التصرحات ونطلب منكم بعد أنه تعقبوا عليها المرافشة للعام ما كتكونش يعني ما كتدوش لخطرة ضروري كتكون مؤكسات اللبس عدو واحد الأهمية كبيرة من ناحية التحرر حيث من كتنا نقعد من واحدة لابسة البس مزيار ووحدة لابسة لابسة شوية واسعة التحرر الجنسي تيجي من التربية أولى مرات من التربية للدراري الولاد ولا البنات مربين مزيانين ما كيمشوش لدك التحرر الجنسي نادي من الرجل في نظر ديل وأن المرأة شي حاجة سهلة لعباء ونشعر مليم كله بأي طريقة يوصل لها الاستدار وقبار نحن نفتك دائم لقد أن ما أقلت سويا وقبار وقبار قبار فيها والمرأة بالفعل ايسر ونحن نعيد كيف اشعر دائم كيف تغلق وكيف قبار وكيف تغلق تغلق وكيف أنها قبار أكثر على الأقام نزرعه في كل الناس اللي كيديروها تشير زرعه في الموحد الخوف دي أننا نتفاعده والتحرف الجيرسي نطب أن يكون مشكلة مقتضة بتعقيب على هاد الأرأة اللي اسمعنا بأجالة قبل ما نعطي التعقيب غير كنظن هاد المسألة رشي شوية خطيرة دي نقوله الخطير هو التحرش الجنسي من يكت تكون سلطة في الشارع العامرة ما كانش رشوية خفيفة غير معاكسة المرأة عندها حقا في الفضاء العمومي ممكنش نعتبره بأنه رشوية يمكن دوزوها في الفضاء العمومي المرأة من يكت تخرج من الدار حداهم عمارة كتبنة كيبدال بنيه هو الأول يمكن كل سياق جمعة دي شي تبسل عليها كاس مشي توقف في البلاكة الطوبيس الناس اللي وقفين في البلاكة الطوبيس الشارع من المداز هاد المسألة هادية ركتقدر تخلق المرأة معنا الدوكسور يمكن يأكد المسألة واحد العقدة واحد العلاقة ملتبئة بالجسد ديالها كيوالي هي كتحسب راسها بالصحرى رايمكن هي اللي غالطة هادي وما يكونش العكس بعد الحالات إلما تحرش بياتها واحد كتكتشك راسها أنا را ما عرفش كيفش هاد الفكرة كينا عند بزيف ديال ناس فقار كنسمعوها معا لا وغالبا كتلقى الولاد اللي كيقولوها كيقول لك اللارة البنتي لك ما ديش لاختينتي يزوينا را كتتقلق هادي الواحد اللي أربما كيدي عالو درر دماغه بش يواسي راسه بش يبرر يَنَيْنِيْقا час تجاد تحرش وعداد من علام الاجتماع صور مع درRoos اعجابه التحرش هو مني كان جي كان هدر معاك لانا رغي نضره فشكل نضره تقدر نضره مني كتدير نضره وذاك البنت كتباد لك النضره كيقدر يكون عادك بداية دي العلاقة مني للولد كيدير نضره او كلمة وما كيكونش تجاوب وكيبقى هو مبزز هناك يبدأ التحرش. دونك ده بقي عادة التحرش لي فيه مشكل ما شي اللي في علاوه. شوف هو طبيعي انك. فعلش مانو اصلا ما يتحرش قع بغض نضع ريضة الطرف الاخر ولا عدم ريضة ولا الاستيجابة وغير الاستيجابة. يخرج من هذا الشي قع. شوف ضروري انه كيخس يتخلقوا علاقات ما بين طرفين. رجبك. لا ما يمكنش في هذه الحالة ما يمكنش غلاقات. مني كي عبر رجل على اعجاب والمركة تجاوب. اه هذه ره بداية علاقات طبيعية وهكذا كتنشح بزاف دي العلاقات. مني كيقول لها اختي عجبتيني وقدر عنده تقول لي اخي راني مجوجة وكيقول لها رات انا مجوج. هناك يبدأ التحرش. ولا بني كتم عدد زمها واتر. اصلا ما كاش يدوي معها قع. لا رمي مكنش نقوله ما اخش يدوي معها قع. لان هذه ما ما مسألاني ما رخص داروي غادي تقول علاقات. اه وضروري يكون تحرش على الحساب. رحش كن نقول لك. رح هذا هو الفرق. نخصوش يدوي معها ما يقول لها لقمي لا يسر ولا ولو. جما. لا يدويش معاها. عدد من علماء الشماء يقول لك هناكي سالي تعبير على الاعجاب. لي هو شيء طبيعي. والتحرش. تعبير على الاعجاب. كيمكن لكي تقبر على الاعجاب واحد طريقة. ولكن مني ما كيكونش تجاوب. كتشوف فيها ما كتديها شفك. كتتحضر معاها ما كتجاوبك. شو لك تقول لك اللي خليك ما بغاش نهضر معاك. وكتبقى انت ما زالتها بها. هناكي بدأ التحرش. ولكن المسألة كيفما قلت لك ما كيش اتفاق. اه اه تام. يعني التعريف ديالتحرش. كتلقى دائما اختلافات. كيلي كيقول لك لا انا مخصوصي احضر معاها. منيكاسبشي مثلا للمشتمع الكندي. مشتمع الكندي صاري في هذه المسألة. كيلي كيقول لك لا وهالتحرش هو مني كيكون فيه تكرار. ما كيش. ما كيش. انا شخصيا في الموضوع مني اشتغلت عليه. تعريف اللي كيناس بني هو هذا اللي يترقونه مشموعة من علماء اجتماع. كيقول لك ان كنتجاوزوا التعبير على دي. اعجاب. وكتقول للمرة لا. والاسف الرجل المغربي ما كيثمش على ديك اللي. كيعتبر انه يتمنعنا وهنا راغبات. هي كتقول له لهو تابعة. كيبدي يقول له عراكي زوينة في الخر. كيبدي يقول لهو اش كنت دها فيك. حيث ما تجاوبتش معه. هادا كيكون هادا كيكون تحرش. غيرا لسمحتي في الروبورتاج. رجعت عند الاسئلة عند عند حوسين. وقالها بزاة الربورتاج مسألة دي اللبس. وطرقنا لها في اللول. شنو ما اكثر دولتين في العالم اللي فيهم تحرش الجنسي في شارع. مصر وافغانستان. مصر هادا اولت مصر. مصر كانت هي التانية والتي هي اللولة. مصر فيها تمانين في المية النساء متحجيبات. واثنين وسبعين في المية في النساء اللي كيتعرضوا التحرش في مصر ديري الحجاب. وستو تمانين في المية النساء في مصر كيتعرضوا التحرش يوميا. علما انك نذكر ان تمانين في المية فيهم ديري الحجاب. وتمانية وتسعين في المية الأجنبيات اللي في مصر كيتعرضوا للحجاب. افغانستان. تعرضوا التحرش. كيتعرضوا شنو قلت. كيتعرضوا التحرش. افغانستان را كان عرفوا النظام ديال الطاليبان واللبس كيف اجدير. الان هي تاني بلد في العالم في هاد تحرش. ضوك ما يجيش شي حد يقول لي اللبس. معانا في البلاتو هاما في الجوم هون نساء متحجيبات نخرجوا بميكرو الزنقة عند عيالات. ديري الحجاب. مابقاش اليوم الرجل في الزنقة كيحصار مرة كبيرة. ولا مرة حاملة. ولا مرة قدمه. ولا مرة اللي غادة معدري صغير. ولا مرة محجابة. ماشي المشكيل ديال المظهر. مرة كتمر في الفضاء العمومي. مكات فريسة التحرش. لأنك في مقالة الأستاذة الجسد ديالها هو ملكي يا عمومي. نشوف تريقة ديال سيدة بفراش نتالي. أنا بالنسبة لي بغيت نهضر على القضية ديال هاد الاختلاط كين مجتمعات لي فيها الاختلاط. وبالتالي هنا الأخت هضرت على الإعجاب. طبيعة الحال مش الإعجاب. أنا غادة نسميها. ما عرفش الترجمة ديالها بالضبط. ولكن كي تكون ديزافينيتي. يعني كي يكون تقارب بالتفكير. تقارب في الشخصيات. يعني وبالتالي كتميل أنك تتعامل مع هاد الناس وما تتعاملش مع هاد الناس وترتح لهم ولا ما ترتح لهمش. نحن في مجتمع مختلف. بمعنى كنختلطه في المدرسة. كنختلطه في وسائل النقل. كنختلطه في الإدارة. العمل. كنختلطه في الجمعيات إلى آخره. هذا يعني أنا كنظن بأنه داخل في الطبيعة الإنسانية عادي. يمكن نرتاح للأستاذ. وخل الأخت مثلا مرأة يمكن ما نرتاح لهاش. نرتاح للأخت والعكس. يعني هذا مش مشكل. ها؟ مثلا وغي كنن نعطي مثلا. ولكن اللي بغيت نهضر عليه هو أن المجتمعات اللي ما فيهاش الاختلاط ويراطة النموذج ديال الأفغانستان. بالعكس كل ممنوع مرغوب. قد ما كنت شديد. وبدليل أن في المجتمع المغربي. المناطق اللي فيها تشديد شوي على في تربية ديال المرأة. كتلقى فيها الرجال كيعيشوا سكيزوفرينية وكيعيشوا شخصية مزدوجة. بمعنى أنك يكون في الدار داك الرجل محترم يعني وكيدر التربية والقانون على ولده. ولكن بوجه آخر في الشارع ولا في فضاءة أخرى. يعني في علاقة مع نساء خارجة الوسط الضيق دياله اللي همالعائيل دياله إلى آخره. فهذه. ولكن نرجع للباس. من بالقضايا اللي عرضت عليه في المجال الجمعوي. يعني كان هناك رجل يهوى التحرش بالنساء الملقبات. يعني هويته هديك. وكيعترفوا بأنه أنه كان تكون استجابة. يعني في أغالب الأحيان. يزعم. لا يزعم دائما على على حد قوله. يعني فهذا في نقاش صريح في يعني في حلقة من العمل الجمعوي. ويتبجح بأنه يكتشفه في النساء الملقبات. نساء الجميلات. جريئات إلى آخر. بمعنى أنها مدام كان تكون استجابة. هو كي تجرأ على مرة منقبة. إذن هنا أين اللبس؟ هنا كان أين اللبس. ثم أنا عندي سؤال. هاد إحنا بكل صراحة يعني دخلا في تربيتنا. أنا مني كان يكونوا غادي اللبسوا في الصباح. فعلا. كان عندك ذاكش في اللي شعور. أنا في الغداء. ووش يلا إيلا قلست هنا غادي بني رجلي ولا غادي بني دي ولا إيلا آخرين. هدي مسألة إحنا دخلا في تربيتنا مع أننا ما ندروها. أنا سؤالي. هل الرجل يتسأل نفس السؤال هو في الصباح خارج الخدمة دياله. ولا قرية دياله. وكي تسأل. وش أنا هل سأزعج المرأة التي معي في المكتب. ولا سأزعج طالباتي وأنا في المدرج. وأنا لابس هذا اللبس. وش كي تسأل هاد السؤال. لا يعني الجمال الله جميل ويحب الجمال. والشيء الأنيق. وش الرجل اللي أنيق. هل يتسأل أنه يعجب المرأة كذلك. فإذا الإنسان الرجل دائما كما يقال التوحد لاباتي هو أنك توضع نفسك في موضع الآخر. إذا منك تعضره يمكنك تفهم الوضع دياله. قضية للتربية. هذه الأمور ليجت لا في صريحات ديال الروبرتاج ولا على لسان الأخ اللي كي يخذ لزيساميس. هدروا للناس على اللباس. هدروا على التربية. وهدروا على الاحترام اللي أنا كنشوفه في التربية. سأتجرأ وأقول ما قلته في الإعلام المكتوب. عندما يعني تقتنع المرأة المغربية. يعني في دورها كأم. أن هي التي تنتج الرجل المغربي. وأن الاختلالات والأمراض الاجتماعية بصفة عامة اللي موجودة في الشارع. يعني عندها واحد الجزء كبير من المسؤولية. هي التي تتمرر التربية. وهي التي تمرر القيم. وهي التي تفريد شخصها في منزلها. كي يحترمها ولدها. وكي يحترمها رجلها. وكي يحترمها الذكور المحيطين بها. عندما تتنازل هي على شخصيتها لأنها كتصفين بأن الضقر أقوى من الأنت. ويمكن ولدها يجيب لها شي حاجة اللي ما تجيب لها شي البنت. اللي هي بنتها. وبالتالي كتستقوي هادك الولد على أخته. ومن يكي يخرج كيتستقوي على النساء اللي في المحيط. وبعد كيتستقوي على الزوجة دياله. فأنا كنقول بأن التربية في البداية أولا تربية الجنسية هو الحوار الصريح في الفضاء الأسري. وثم هاد القضية ديال أن المرأة في دورها كأم تحرص أنها تمرر هاد. طيب مني كان نعطيه طفل. فأحنا الأستاذ أنا كان هادر تحت المراقبة دياله. وأنا في خمس سنوات الأولى الشخصية ديال الطفل تقريبا ما علم ديالها تحدت. إذا أنا كنظر بأن مني كان نحضو. كنديروله المناعة اللي هادر عليها الأستاذ الفاضل. أن مني كتخرجوا للشارع. أنك يكون مخضوم ديك الساعة. ما بقامت. ما نفسه في هاد الجانب ديال ديال الحلول السيب العليم. كيف ما كان هاد تحرش على وفع الموشين. أو هو سلوك نحرافي. وإلا كان سلوك نحرافي ما عنده على قبل اللباس. التالي ما ورد في الروبرتاج كله جميع الأشخاص أقرب بتحرش كاين. وكلهم تفقوا لنا اللباس. اللباس يمتغي كل مفعول دياله إذا كان هادك المتحرش بيه راضي. لاضي بتحرش. النقطة أخرى هاد التحرش ما دونيش على الأشكال ذيالو. لكن أشكال كين التحرش غير اللفظي. الغير اللفظي هو بالإحاءات. كين إحاءات ويصفار ولا شيء. هذا ركين. وهذا خطر أيضا بالنسبة للمرأة. نقطة أخرى. هاد العملية هي كبالية في أنا واحدة. تفريقة عنصرية. كأننا تحدث عن جنسي مختلفين. الرجل المرأة جنسي مختلفين. وبالتالي هو تفريقة عنصرية بين الجنسين. وعمل يكاد يستأسد فيه الرجل على الغير. اللي هو المرأة. وهنا أريد أن أشيري أن نسبة النساء اللي تحرشوا بهم. أغلبية بحليقة أستاذة. أغلبية محجبات. في مصرارة 80% في المغربة عندنا أكثر من 50% قريبا. حسب بعض الإشارات في الانترنت. شكرا. لكن أظن يعني لجا في الروبورتاج حقيقتي بين المتحرش مثلا يجي دايما أسباب. يعني هل هي مثلا هي تستهل. هي خرجة عريانة. هي مربية المحاسين زمن بين المحاسين ديلها. لأن من ناحية نفسية المتحرش تقدر أنه هو برأسه معارش أنه تتحرش. هناك شخصيات مثلا اللي أخذينا في المغرب. عدنا فيما يخص مثلا المخدرات تقريبا واحد على ربعة أو واحد على خمسة من الشباب مدمنين. يعني نسبة خطيرة جدا تكد تكون من أكبر من نسبة يعني في العالم. وهذا المدمنين من طبيعة ديالهم التحرش. يعني عندهم شيء عادي أنه يتحرش. لأنه سواء أن تكون هو واعي أو في دوني وعي يجب أن يتحرش. هناك بعض المناطق مثلا في الدار الميضاء ممنوع لما تدوز ويلدز يغتصبوها. ما شيء يتحرشوا بها. يغتصبوها تماما. هناك كذلك بعض الشخصيات لما يسمون كوردو جيبون. يعني أنهم طبيعة ديالهم تتبعوا العيالات وحصوهم يفسدو في العيالات. هناك بعض رجال كذلك لعندهم بعض المفاهيم خاطئة. وليتظنوا على كل مرأة هي فاسدة. ولذلك تستحق يعني ما يسمى التحرش أو حتى الاغتصاب. إذا تجبروش خصيات مثلا. يعني حقيقة يعني مرضية. ولكن كما أشرت يعني على أن التحرش مهما كانت الاختلافات دياله والأشكال دياله. يجب أن يكون يعني هو مملوع. لا يحق يعني المرأة لها الحق أن تلبس كيفما تشاء. سواء كانت في مصر ولا في السعودية ولا في المغرب. لا يحق لأي أحد أن يتحرش بالأخرى. أن التحرش له سلبية خطيرة. وله أطار نفسية خطيرة جدا. يعني ننجي ولا يعني في ما بعد. ولكن مزيلا نبقى على أنه ليس هناك تحرش جائز. ليس هناك كما أشرت غزال. يعني نزلتي في لسانسور. وغتي تطلع تطلع مع السيدة. ولكن ما عندكش الحق. يعني تقول لاشي كلام اللي إذا ما يضيق الحرية ديالها ولا يقلل من القيمة ديالها. هذا هو الشأن في الغرب. يعني في الغرب ما ممكنش تكون ماشي. تنظن أي نساء تباك الله اليوم رام خرجوا وصافروا. ما كانش اللي تيتبعك. لا بطنوبي ولا تكون في المصعد ولا تكون في الشارع. وعن تنتمنى في المغرب كذلك يكون نفس الشيء. لأن الوليدة ديالنا عندهم تهم حرية يمشي للمدرسة. ذلك البنيتين ماشية للمدرسة وتغزلوا بها. تقدر أن توقف. أو لا تقدر مثلا لقدر الله أن ذلك التحرش يؤدي إلى أشياء كثيرة. أو لقدر الله مثلا لعدنا شيء وحدا. اللي سبق أن نتعرض للتحرش والاغتصاب. نتي تحرش بها وخدخور. يعني تيزيدها لك النفسانية ديالها. دخلتي نذاب. أقول الغرب كأنه مصدر للتقاء. ولكن الغرب. لا الغرب لأنها أكبر بسمية المتحرشين. هما في الغرب. كبار مسؤولين. ماشي. كلهم متحرشين. وكينضحايا. وكينضحايا. لا ماشي على العدد. ماشي على العدد. ما نقولوش. ما نغرب فيه. لا. كل الفرق أنه هما كيف حروم. يكيقون عنها مسؤول يتحرش بها. كيف تفضوح. لا مكتفضوح. متحرشين كيني في جميع دول العالم. في جميع دول العالم. وستء. الدكتور عطيك بلك يجوز المليون. في بعض المراطي. مية وستين ألف تلميذ. ينتي أنه في أمريكان. هذا التحرش ما شيك جينسي. نحن تنظر على التحرش. تحرش. هذا الاسف الشديد كان أكل وذد ديالة أنا نتكلموه عن تحرش. كنت تجلو التاريخ. كنت تجلو التاريخ أننا مسؤولين كبار. اصدادة. نكمل فكرة. أغير جملة جملة. كنت تجلو أننا مفكري مسؤولي كبار مسؤولي كبار على مستوى للدولة تشدوا في قبل أن تحرّج واسمحني يوجد مسؤول كبير في المغرب إلا تتحرّج بشي وحدة غاس بشي تدعيه رخصنا عوزني نعرفوه دواقع دينا شخصنا عدنا دي دي سكا في المغرب وكيني منهم بزايف غير في الغرب يعني سنشوفوا مثلا رؤساء اللي تشدوا في مشاكل تحرّج هل عمارك سمعتين في المغرب شي واحد تشد في قضية تحرّج أنا معكم أستاذي أنا أستاذي أستاذي هو أن تحرّج الجنسي هو ظاهرة عالمية أنا ندخل الآطار دياله دبال أستاذي أستاذي في جميع الدول ولكن ما شم الفرق ما بين هالدول والطريقة دي المعالجة الظاهرة واش الطريقة بش كنعالجوها في المغرب تنساجم واش كانعالجوها بعدها مع اختيارة دستورية واش كين عدنا نسجاب سياسات عمومية الآن عدنا استراتيجية دي المحاربة لهضر المدرسي والحال أن تلميذات كيتوقفوا على الدراسة بسبب تحرّج الجنسي ومن قبل رجال التعليم في المؤسسات التعليمية كانت تكلفة الاقتصادية ديال العنف بشكل عام وأيضا ديال التحرّج الجنسي اللي هي كبيرة وخطيرة جدا لأن التحرّج الجنسي رمشي الضحية دياله هي ديك الضحية المباشرة وبالتالي هي كين آتار نفسية عندها وكين آتار جدي معي وآتار اقتصادية أنا نخصي نشوف كيفاش كتولي نفسيتها شنو هي المعاناة ديالها واش كتولي كتبقى عندها نفس قدرة على العطاء واش كتبقى عندها تيقى بالنفس واش كتبقى عندها نفس المرضودية واش ممكن أن نترقف العامل لأنها كتعطي إلى آخره كين كذلك النعكاسات على المجتمع لأنه شمن مكانك نعطو المرأة شمن تصور نعبره عنه المرأة ديالنا اللي هي نفس مجتمع كين كين ضحية آخر اللي هي الدولة لأن الدولة راه تكلفة ديالها في شكلها مراهية كبيرة جدا وهات تكلفة ديال العنف الاقتصادي وشدي معي لا أكدت عليها كتير منظمة العالمية الشغل وكين في تقارير كتير يعني حديث مفصال وضقيق حول هذا الجانب هذا أنا كن بغير رجع الجانب القانوني باعتبار أنني قانونية باش من خلوش فيه واحد النقص والقانون الجيناء صحيح أنه جرم هذا الفعل ديالتحار الجنسي ولكن حدد العناصر لأن حدد العناصر اللي قلت بأنه هي التكرار الضغط الإكراه استعمال واحد المجموعة من الأساليب كي يكون مضمون جنسي كتكون علاقة سلطة إلى آخره ولكن المفعول ديال هاد القانون هو ضيق أولا قد نقلو قا ما عندوش واحد المفعول هادش ما كنعيش مخصوش يكون القانون خصوص القانون يعود يتقق أكثر ولكن كين مشكل في تطبيق ديالو هاد الناس اللي صهرين على تطبيق القانون وش فيعلان كتب بقوا الإرادة ديال مشرع إلا بغينا الإرادة ديال مشرع المشكل ديال القانون الجينائي مشكل بنياوي ممكنش نعزله فقط التحرج الجنسي فيه هاد التحرج الجنسي إلى جينة ترتيب ديالو فين حطوا المشرع الجنائي باش نشوفوا هاد المشرع الجنائي وش يملك تصور متكامل مونساجم لمعالجة ظاهرة العنف ضد النساء أيا كان نوع هاد العنف وأيا كان الشكل ديال هاد العنف كنلقوا بأن التحرج الجنسي اللي كيف في الفصل الخمسة الخمسمية وثلاثة واحد هو يندريج ديالو شنو العنوان ديالو في إفساد الشباب وفي البغاء هل التحرج الجنسي كما قال الأستاذ الدكتور وكما قال الأستاذات وكما قال الأستاذ وأنه ومس بالحرية ومس بالكرامة ومس بالقيمة الإنسانية المرأة كإنسان المشرع الجنائي ما كيعاقبش عليه لأنه حق المرأة في الكرامة والحق في الأمان والحق أن تكون تعيش حياة عادية داخل المجتمع والحق دياله في الصحة هو تعاقب عليه لأنه يفسد الشباب ولأنه عنده علاقة بالبغاء هنا إشكالية حقيقية واش المشرع واعي وفاهم أش كي يجرم وعلى أش كي يجرم واش عدنا فعلا سياسة جنائية واضحة فالكتراه الخصوصية ديال هاد النوع ديال جرائم ولله في الروبورطة في التواصل في الأسئلة ديال المشاهدين والمشاهدات هي عينة أشوائية ولكن معبرة الناس عليش تكلمات على أن تحروج الجنسي كي يمس بالكارمة ديال المرأة قالتها فتاة وهي صغيرة في السن قالت بأنه إهانة تقال أيضا بأنه مس بالحرية وكي محاولة ديال التبرير ديال تحروج الجنسي واش ممكن نبره نبره الجريمة واش ممكن نبره القتل واش ممكن نبره الإرهاب واش ممكن نبره الصريقة خيانة الأمانة التعذيب انتهاكت الجسمة الحقوق الإنسان لا يمكن نفس الشيء بالنسبة للتحروج الجنسي لأنه كنتمارسها كده عادي ولكن مش عادي هذا مجتمع غير عادي هذا مجتمع غير عادي لأن ظاهرة غير عادية ظاهرة مرادية سلوكات مرادية وكوحنا ساكتين لا مشرعية تدخل ولا حكومة تدخل بشكل ناجع ولا طبقة سياسية تقف كما وقف الطبقة السياسية والمشريع مؤخرا في فرنسا ونتعيش ولديغان يعني والخسارات هي كبيرة جدا إلا سمحتي لي غامشي لمدونة الشغل مدونة الشغلي كانت صدرات سنة 2003 بتوافق ما بالبطرون ما بالنقادة شوكات تقول بالتحرش الجنسي فعلا لا لا سمحتي لي قضية قبل ما ننفسه في الموضوع لأنه خصوصا عنه رابطاج اللي كي تناول هاد السلوك يعني التحرش اللي ربما ربما كلنا متفقل بأن الخطورة ديه أكثر في أماكن العمل لأنه كي المقرون يعني بوحد جنب ديه السلطوية من رب العمل ولا رب يعني الإدارة ولا رب المقاولة نتابع هذا الروبطاج اللي فيه شهادات وفيه كدلك مواقف بعض الفاعلين في مجال يعني للتحرش وفيه هالجريب القانوني ديه النقاش الدائر حول المواتيق يعني أو يعني المقتضيات القانونية اللي كان في القانون الجنائي المغربي اللي كتجرم هالتحرش الجيسي تابع الروبطاج من إنجاز حمد المكاوي والزميل حمو حمد الخديري هذه الشابة تشتغل مسؤولة تجارية بالقطع الخاص منذ سنة تزاول العمل في طروف خاصة نتعرض للتحرش الجنسي من طرف المدير ديالي كان عطلني في الخدمة ومن بعد حطان حاليا باش يوصلني بالطوموبيل وفهذا كله تخاجي يتحرش بيه فريمون ديلكتوهما أنا حاولت من نرجع المكان ديالو ونحدو من بعد مني فهمك ما تكون تاشي حاجة ولا تتحرش بيه مغالمة في الخدمة هنا بإحدى النقابات تحضر هذه السيدة لمتابعة شكاية ضد مديرها التهمة التحرش الانسي داخل مكان العمل هذه السيد تستغل السلطة والنفوذ ديال وبأنه يعددك المكان والمنصيب وبأنه بغي لاعجبات وشي بنت خاصه يدير فيها ما بغا بالأرقام البحث الوطني للعنف ضد النساء يفيد بتعرض حوالي 32 الف امرأة للتحرش الجنسي سنويا داخل مكان العمل خصوصا في القطاع الخاص بكترى وخصوصا النساء اللي كيكونوا في واحد الوضعية ديال العمل اللي كتكون هشة ولي ما كتكون عندها عقدة العمل ولا اللي كتكون عندها العمل ديال غير مهيكل التحرش الجنسي داخل مكان العمل يعتبره قانون الشغل من الأخطاء الجثيمة القانون الجنائي يعاقب على التحرش الجنسي بالسجن والغرمة المالية في الواقع تجد النساء المتحرش بهن بأماكن العمل صعوبة في التبليغ هنا بالوزارة المعنية المسؤولة عن قطاع المرأة لا تنفي ضرورة إصلاح بن لمعاقبة التحرش الجنسي في القانون الجنائي فعلا هناك صعوبة فالمشرع المغربي ألقى بعملية الإثبات على الضحية هي التي يجب أن تثبت بكل وسائل الإثبات الممكنة فعل وواقع التحرش الجنسي وأمام هذه الإكراهات هناك إرادة ضمن التدابير القانونية لبحث مشترك ما بين الوزارة ووزارة التشغيل ووزارة العدل وكل شركة من المجتمع المدني سبل تسهيل وتعزيز هذه الآلية نزهة ثقلي اقترحت حين كانت وزيرة تعديلا على القانون الجنائي في باب تحرشها الجنسي القانون الجنائي كله ما نبنيش على نفس القيام اللي هي الآن مطرف بها في المغرب واللي المغرب كيبني السياسات دياله عليها يعني ما نبنيش على حقوق الإنسان والمساواة اللي كان حاليا في الدستور ولكن مبني على الحفاظ على الأخلاق العامة وحفاظ نظام الأوصار تحرش الجنسي كيمنع النساء باش يمشيوا يخدموا ويربحوا حياتهم وحيات أولادهم تحرش الجنسي كيمتل واحد الجريمة تجاه حقوق الإنسان ديال المرأة المغربية المطالبة بمراجعة بند معاقبة التحرش الجنسي بالقانون الجنائي تنطلق من تأثير التحرش الجنسي على حياة المرأة العاملة إذا كان نشوف أنا بسيكياتر وانتراني لسيوفي ترابي ما قدرش نخدم كومي لفو حسيس بالحقرة؟ حسيس بالحقرة بسكو أشكاله هو نوم المو هو ستان ديراكتور مالقاوش ليه أنبوست دونك إيزان بريفره باش أنا يبدلوني في أنوت وسيتلي بقيتلي على الدار بقيتلي على الخدمة اللي كانت تخدمها فيها معيلي كليون ديالي مقاش عارفين ليتماك تبدلوا بززاف الحوايج في حياتي وأن التنقية ديالي كانت تعتبر كعقبة ليتنزلوا إلى الحد الأدنى وأن حتى التقية ديالي أنني مستفتش منها وكان ديالك ضرار مادي ومعناوي وتع نفسي لأني طررت إلى زيارة الطبيب هتان الحالتان اخترت فضحة تحرش الجنسي داخل مكان العمل في المقابل آلاف النساء المغربيات النشطات يخترن اللجوء إلى قانون الصمت السبب نص قانوني يفرض على النساء إثبات التحرش الجنسي وتلكم مهمة تكاد تكون مستحيلة الاستدار كانت تكلمت شيئا مع الآطار الاقتصادية للتحرش فالدكتور بن يشو فيما يتعلق بالجانب النفسي الآطار التي ترتبع لعملية أو فعل التحرش على الضحايا يعني هو حقيقة من ناحية الآطار النفسية هي آطار وخيمة وربما نقول كل الطب النفسي ممكن يعني يكون عنده علاقة بالآطار النفسية يعني مثلا ممكن ذاك الإنسان ذاك سيدة على التحرش كون عندها مشاكل قلق مشاكل خصوصا اكتئاب مشاكل سراع يعني بحالك ما رأينا في الروبوتاجة كنت تتسارع ولكن لا أحد سوف يكون يساعدها وسوف تزيد المشاكل ديالها لأن هذا المشكل مثلا في التحرش هو ما عندكش الإتبات يعني ما عندكش شواهد إتباتية وما كش لي قد وخيدة فعلكش واحد يعني الدلائل أغير موجودة ثم هناك مشاكل مثلا وسواس القهرية هنا مشاكل ما يسمى لسندغون بوستخوماتيك هنا مشاكل انتحار مثلا هناك مشاكل ديال تخوف الاجتماعي هناك مشاكل ديال الثقة في النفس مثلا ما تسبقاش ذاك الإنسان طائقة في النفس ديالها هناك مشاكل حتى في العلاقة ذاك الإنسان مثلا تعرضت للتحرش يمكن صير عندها مشاكل مثلا في الثقة في النفس مشاكل في العلاقة بينها بين ولادها مشاكل لغيتابلية مثلا تكون كثيرة من فعل يعني حقيقة يعني هناك بعض الناس اللي ممكن يدخلوا في مشاكل مثلا المخدرات نظرا لتعالى لهذه المشاكل ديال التحرش الجنسي ثم هناك مشاكل وخيمة جدا من ناحية جنسية وهذه الأشياء حقيقة يعني كثير ما تنطرقوش لها لأن ذاك سيدة تعرض للتحرش ممكن قاعد تعتارد على الزواج شحال موحدة مثلا تتعتارد على الزواج فقط مشيها وتصيبت فقط لأنها يعني تعرضت لكثير من هذا المشاكل ديال التحرش ولذلك تترفض قاعد صورة الرجل ممكن تكره ذاك رجل تماما لأن ذاك صورة درجة ما بقاش عندها صورة إيجابية هناك مشاكل حتى تنقل في الهوية الجنسية يعني ممكن شحال من حالات عندنا اللي مشات لما نسمى نقوله لوموسيكشوليتي لأن رفضات هي ذاك رجل التي تعرض لها وراتمشي نقوله مثلا في علاقات في الهوية ديالها أو مثلا ما يسمى يعني أحيانا دخل في مشاكل أخرى من ناحية الجنسية مثل اضطرابات مثلا ديالها رغبة ما بقاش عندها رغبة تماما أو مثلا مشاكل في ليلة الدخلة كذلك إذن المشاكل الجنسية خطيرة جدا وهناك بعض الفتيات اللي ممكن يدخلوا حتى الضعارة نتيجة لهذه القضايا ديالها التحرش والاغتصاب وممكن هاتسي دعوتين تدخل تضعار في الضعارة نحن عدنا في المغرب كذلك تضرب أرقام قياسية والمخدرات كما أشرت تضرب أرقام قياسية ونرى تزيد ذلك السيدة اللي تعرض لذلك التحرش تدخل في مشاكل أخرى في دوامة الإجراء في دوامة إذن هنا يا حقيقة ثم هناك مثلا التحرش هو تؤدي التحرش يعني أنا عندي واحد السيد اللي خرجنا عندي لأدي اليمد في العيادة اللي كان سبق أن تعرض للاغتصاب اغتصب عشرين واحد انتقاما لأنه مني كان صغير اغتصب مدينة اللي كانت نجد في التحرش مثلا دائما ذاك اللي تكون يعني آثار في التحرش هو تؤدي المتحرش التحرش الانتقام هذا يعني تصور على أنه عشرين اغتصاب لأنه هو تقول أنا أنتقم علاش كانوا اغتصبوني مني كنت صغير إذن مشاكل التحرش هي مشاكل اغتصاب مشاكل خطيرة جدا وكل أعراض النفسية في الطيب النفسي ممكن تكون ناتجة على هاد المشاكل لأدي التحرش نشوف سانا العاجي من خلال اشتغال ديال هل أثار الأخرى من غير هاد الأثار اللي تكلمنا عليها هل كان أثار أخرى ونتائج أخرى غادي نرشع شوية نتلقى لقى الدكتور بغن نصلش ربما لحالة المرادية اللي هو اشتغل عليها لكن الأكيد هو أن المرى كيقول لي أنها علاقة ملتبئة بالجسد ديالها كيف ما قالت الأستاذة قبيلة أن المرى في صباح منيك تبغي تخرج كتفكر فين أنا غادة وحسب البلاثة فين هي غادة غادي تفكر في اللبس ديالها ما كتحش المرى بالآمان في الشارع راهمنيك يقولوا أن 76% من العيالات ديال المغرية كيتعرضوا لتحرش بشكل يومي واش كانوا عوشوا بهذا الرقم راها رقم كبير وبالتالي كتولي كيف ما قال الدكتور العلاقة بالآخر ملتبئة العلاقة بالجسد ملتبئة تيقى بالنفس وكتولي هي نفسها كتحسب نفسها ضحية بني كتجي عندي أنا مرى كتقول لي كانت غادي في الشارع واحد غادي تابعها 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 واحد نوقت بالها بوليسي بشتج عنده قتل ضخ لك راها تسيد كيتبسل عليها ويقول لها واختينك وما كتسر بيس كرة تبسلت عليك المرى ما كتحش بالآمان في تشي بلاسة بني كتمشي عند البوليسي الأستاذة كتتكلم على المشرع للأسف العقلية ديال المشرع والعقلية ديال القاضي كلها عقلية دكورية المرى هي السباب كتولي هي نفسها المرى كتولي كتحسب راسها ضحية لتحرش كين كذلك نساء اللي يعطوني شهادات كتكون غدا في الزنقة وعيالات كيقولوا لهم وينما بكتوش كتحشمو يعني المرى الفسها كترجع دائما هذه المرى المتحرش بها دائما هي الضحية لأنها هي اللي خرجت هي اللي خرجت في الليل هي اللي لبست ذاك اللبس فهذا كيخلق المرى كيف ما قال الدكتور علاقة ملتبسة بجسد ديالة علاقة ملتبسة بالآخر وعدم تيقى في النفس وكيحد من حريتها بالتنقل من أبسط الحرية من كتكلموا عن الحرية الفرضية وعلى حقوق الإنسان وده را ما شغل الحقوق السياسية ما شغل الديمقراطية والحق في التعبير كذلك الحق في امتلاك الفضاء العمومي والحق في التجول من حق هذه المرى أنها تلبس بالشكل اللي بغت وتخرج في الفضاء العمومي كيف ما بغيت ويكون هذا الفضاء ملك لها ما نقدروش نغصبوها من المرحل هذا نشوف أستاذ على حسد خصوصاً يعني في مجال الطربوي وش ممكن تصوره شيء آثار معينة على التحرش يعني في مجال الدراسي في الفشل الدراسي في الهدر المدراسي طبيعي لأن التحرش قد يؤدي مباشرة للتعصد الدراسي بل أنك تشكل أحياناً فضية من المكان اللي وقع في ذلك التحرش إذا كانت المكان داخل مثلاً مؤسسة علمية أو جامعة وغيرها حتى مكان عاماً الإنسان اللي تعرض لهذا التحرش بني ممكنش يقيمشي لي محبلش يمشي ذلك المكان أنه كيتخيل ذلك اللحظة وبالتالي هذا اللحظة كتشكل له واحد كابوس دائم يكمشي ما في أي هذا التحرش هو في الحقيقة أقبح الأدى للمرأة يعني ممكنش نتصوره شيء آدى قبيح قد تحرش بل أنه هو أبشع صورة للمرأة في صورة ضل من لإنسانية المرأة وأنسنتها هناك العديد من التجارب أثبتت أن إذا كانت قاصر بالخصوص عند قاصرين أنه ممكنش يمشي حتل إذا كانت عرض للتحرش كيفما كان نوع التحرش كان حالات أصبحت حالات مرضية وبالتالي تحولت إلى شكل أخرى لذكرها الدكتور لأنه هو متخصص كثير مننا وهذا يحيننا إلى أن نسب للتحرش داخل بعض المؤسسات له علاقة ليس فقط بالواصلات فقط وعندنا حتى بتنشيء الجنماعي والطربية كما قلت أستاذ سابقا أستاذ أمو فرش أنا بالنسبة لي بغيت نتكلم أولاً شيء عن القانون من حيث تطبيقه تفضلت الأستاذ وقدرت على أوجه القانون واجتياد فيه ونواقصه إلى آخرين أنا عندي جيد الملاحظة أولاً منكي كل قانون في حاميها حراميها كما تفضلت الأخت قلت في مجال تحرش ولكن في مجالة متعددة قانون السير وواحد المجموعة للمسائل القوانين هي موجودة والاجتهادة تكينة والشريعة تكينة ولكن الناس اللي غدي يسهروا على التطبيق هم نفسهم اللي كيخرقوه إذن هناك نسألوا على القانون لاش غدي يصلح أصلاً هذه من جهة ثانياً ما دم المغاربة فيهم برومير دوزيم تروزيم ديفيزيو عما القانون ما يكون ما يمكنش إما إحنا سواسي أمام القانون بحل إطار العالي بحل الوزير بحل السكرتير وإلا فهذه الحالة هذه أنا كنظن بأن وهنا يعني المعاناة دي الأخت اللي جات في الرابورتاج أنها بطبعة الحال غدي يضحيوا بها ما غيضحيوش بالمدير عادي يعني هو أولاً المدير كيكون عنده الرزو ديال وكيكون عنده الشبكة ديال التضحية بإطار بسيط عادي يعني هذا معروف معمول به بالنسبة المخلفات هدرنا على المخلفات النفسية هدرنا على المخلفات أنا بغيت نهدر على القضية الإحصائيات ما احترام من الأرقام اللي جابت الأخت والأرقام اللي كنشوفها في جهات أخرى كان بعض الظواهر الاجتماعية التي لا يمكن إحصائها ولا تقص زينة المحارم الأطفال المتخلة عنهم الضعرة تحرش الجنسي أنا عادي غادي تمشي عند إطار عالي غادي نمشي عند أي سيدة هنا ونقول له لا سيدة وش تعرضت لتحرش الجنسي في العمل ديالك غادي تترفع وخغيرنا أخوة أنها غادي تترفع أو لقد دلو شيء الكذيبة إذا كان عدمت نصلحها في الإساءة للشخص هذيك كتكون عوالة على كل شيء لقد دلو شيء الكذيبة كتكون نكمل الغالفك لأنه في الحقيقة حينت مزيان ستفزز النقاش واش نحن أمام إشكالية حقيقة واش نحن أمام إشكالية ديالو شيء الكذيبة ولا أمام إشكالية ديالظاهرة وفي مقابل هذه الظاهرة الرفوف ديال محاكم خالية من شكاية من هاد النوع واش رياد المفارقة كيف يمكن أن نفسر كيف يمكن قالوا لي جيبي الداني واش لي بغي تحراج المستخدم أنا غني نجي أنا غني نجي أنا غني نجي أنا غني نجي هو الأخت في الروبورتاج وحدة قالت حقرة أقصى ما ممكن تعبر به المرأة هو الشعور بالحقرة يعني أنت مواطنة الدستور تعتبرك مواطنات يقرلك بالمساوات كين مجموعة من الحقوق كتأدي الضرائب كتدري دورك كمواطنة كتتصوتي كتنتخبي إلى آخره ولكن حقوقك ما كتمرتج كتحسي بالحقرة في هذه البلاد هذا مشكل خصنا نوقف عليه كذلك السيدانز هزقلي قالت قالت واحد الفكرة أنا في تقديري مهمة جدا قتلك من القانون الجنائي أصبح مخالفا ومعارضا ومتعارضا مع بعض القيام الدستورية هنا خصنا نوقفه القانون الجنائي لم يعد قانون دستوريا بالمفهوم والقيام اللي جات في الدستور وبالتالي مسألة مستعجلة أنه يتغير الأخت حيات قالت بأن ماشي مشكل دي القانون ولكن مشكل دي التطبيق أنا كنقول كين المشكل بجوج في المغرب كين إشكالية قانون وكين إشكالية أكبر لهي إشكالية دي التطبيق النص القانوني عاجز عن أن يستوعب الظاهرة وغادي جرمها في الأبعاد دي لها كلها وفي مختلف هذه الوضعيات اللي كنتكلمو عليها وكذلك كين مشكل دي التطبيق هذ القانون كين مشكل دي التطبيق مطلقا من النص كين مشكل دي التطبيق دي الناس الفاعلين في مجال القانون يمكن مرتابة عقلية ممكن مرتابة بما كينش مراقبة ممكن بزفت الأمر ولكن اللي بغينا في القانون إشكالية دي الإتبات في التشريع الجنائي هنا ما كان بقاوش غير حدود دي القانون الجنائي كمشي وتلقانوا مسترى الجنائية إشكالية الإتبات في الطريق الجنائي هو كيعتمد على مبدأ الحرية الإتبات جميع الجرائم متساوية في الإتبات انتبتوها بأي وسيلة إتبات ولكن ما يمكنش جرائم دي العنف ضد النساء وخاصة تحروج الجنسي لعنده واحد الخصوصية وكلي ترتكب في واحد الفضاء معين في واحد ظروف خاصة أنا نقوله ستكون في حرية الإتبات لأن هنا فيه كنسقطه كنسقطه في التمييز لأن المرة ما كتوصلش حقها هنا هاد حرية الإتبات كتولي عرقالة كذلك الممارسة دي المستارة واش الضبيطة القضائية تحترم القانون وتستوعب بأن التحروج جريمة وكين واحد نفخة صخيكتور دي استقبال واحد الفضاء دي استقبال واش كين الناس مختصين في استماع لهاد النساء ضحايا دي التحروج الجنسي واش البحث تمهي دي كيمشي الأبعد مادة دياله ديال كيفاش نمشي واش كيتنقلوا واش كي يسمعوهم يقل لأن لأن عبئ الإتبات مشي على المشتكية مشي على الضحية عبئ الإتبات على النيابة العامة وعلى الضابطة القضائية هادو مالخصومي بشو قلبوا على وسائل الإتبات ومالخصومي شو وعندو إمكانيات كتيرة انتقلوا يعينوا يفتشوا يقلبوا ياخذوا البصمات يعتمدوا على وسائل تقنية الحديثة في العلم في الانتغنية في الانفغماتيك بالزفد كيف ما كنشوفوه في أوروبا اش نواقع هادشي واش كي يدار باش نوصلوا الحقيقة لأن مشي عبتن النساء ما كيتقدموش بشيكايات سيفغي كي الجانب التقافي وكي الخوف ولكن هادشي ركي عبر على مسألة أخرى أن الناس ما تيقينش ما كيعتبروش بأن القانون تيحميهم كذلك كي النقص في في الإيمان وفي الاقتناع بالمؤسسات في هاد الجانب احنا بغينا نبني ودولة دي المؤسسات بغينا نبني ودولة دي القانون بغينا نبني ودولة دي الديمقراطية كيفاش تكون قوانين ويكونوا ناس اللي كيفعلوا القانون نحلوا إشكالية دي الإثبات نحلوا إشكالية دي السلطة تقديرية دي القضاء نحلوا إشكالية دي الورفت كيف تشديد كيف يجانب القانوني بلاي تسمعوا غير المشاهدين شنو ما زلك أراء دي لهم تفعلوا ردود الفعل المتواصلة من المتتبعين ولمتتبعات دي المحاور البرنامج من بعد ما تناولنا مظاهر تحرص ولمسببات دياله عندنا كذلك من المشاهدين لكي يبحثوا على حلول اجتماعية البداية مع جواد التوصي من الصخيرات يقول ليس من السهل إيجاد حل لظاهرة سلبية تزداد في غياب طربية جنسية وتزداد حسب تعبيره كذلك بالانفتاح غير المنضبط على تقافة الآخر عندنا كذلك أراء من مغربة مقيمين بالخارج لكي يتبعوا معنا البرنامج من بينهم هشام الهشتوكي من بوستون الأمريكية يقول أن الخوف من الفضيحة الاجتماعية والإدانة المسبقة للضحية وراء الإحجام عن الإبلاغ عن العديد من حوادث التحرش رشيد من إيطاليا من جانبه يقول أن المجتمع المغربي لم يتعود بعد على رؤية الجنس اللطيف بكثرة سواء في سوق الشغل أو في الأماكن العمومية فالمناصفة حسب تعبيره بين الرجل والمرأة لازالت في مستويات ضعيفة في بلادنا نعيمة سوقي هذه مغربية مقيمة بالبرتغال تقول علينا طربية الأطفال منذ الصغر على احترام الأنتى وإدراج هذه التربية الأسرية ضمن المقرارات الدراسية إلى السيدة رشيدة من الضربيضة وبصغة تأكيد يتقول أن المجتمع يبرهن عن غياب في القيم الأخلاقية حين ينعدم احترام للمرأة نصف المجتمع وحين تتعرض للتحرش فهذا دليل على أن هناك خلل في التوعية وخلل في التربية والمنظومة القانونية كذلك عزيز فتواك من الضربيضة يقول أن القانون الجنائي ضد التحرش تم تصويت عليه سنة 2003 فماذا ننتظر لتطبيقه مجموعة من المشاهدين كذلك والمشاهدات عندهم فكرة موحدة كتأكد أن مرتكبي التحرش عندهم حماية توفرها لهم للأسف أعرف المجتمع الخوف من العار الذي يلحق بأي مرأة تتعرض للتحرش الزنسي وهذه من الصور السلبية التي أعلن محاربتها للرقي بالعلاقات المجتمعية في بلادنا شكرا لك الحسين وزيق والمشاهدين الذين يتفاعلوا خصوصاً كيت سنو من الناس يعني الحديث عن المقاربات وعلي حلول ما بقاش نوقت بزاف الأستاذ رو كان يتكلمت عبر الجانب القانوني نشوف الأستاذ بنشيل عنده يعني مقترحات أخرى وحلول أخرى لمواجهة هذا التكلم يعني أنا تنظن مثلاً هناك واحد تلقي أستاذ واحد للبنت اللي في كندا فعمرها 15 سنة واللي هاد اليامات اللي تتعرف على حالياً الشباب كلهم مدمنين يعني على الانترنت والانترنت صار يعني من أهم يعني الاعتمادات ديالشباب ديالنا ولذلك كذلك حتى نقل في التحرش كتير فهنا يعني السيدة مثلاً اللي في عمرها 15 سنة تحرش بها مثلاً في الانترنت وأخذ لها صور وهنا تنصحوا إذن الشباب ديالنا وخصوصاً الفتيات إذا كانوا مثلاً انتشاطيوا في الانترنت أنهم ما يعطيوا شي صور ديالهم أن مثلاً في هذه القصة هذه ذلك المتحرش أخذ صور ديالها وبدأت ينشرهم حتى انتهى بها إلى الانتحار إذن نقوله التربية تتلعب دور مهم أنا تنظن على أنه في المغرب لأنه حتى تفعيل القانون جل مغاربة لا يحترمون القانون وجل مغاربة طبعاً لا يخافون من القانون وهذا هو المشكل مثلاً في المغرب وفي الدول الغربية الدول الغربية الناس تخافوا من القانون يرتعد من الشرطة يرتعد من الرجال أم يرتعد من المحكمة حناً لا هنا يا إذن تشوف على ظاهرة مثلاً في البلاد ظاهرة سيوف شكلية تكون ماشي في البلاد تجبر السيف إذن كيفاش الأمان يعني من أهم الأمور حناً تنبحثوا شنو التحرش مع أنتو على أن الإنسان ذاك الفتاة أولاد ذاك المرأة تخرج بكامل الحرية ديالها أنا المرأة المغربية حملياً ممكن تشتغل ممكن تشتغل ممكن تشتغل في أربعة الصباح ممكن تشتغل بحل رجل يعني صار عندها أهم الأمور كيفاش نعرفو شنوه بعد التحرش كيفاش نربي أولادنا نعرفوهم على أن التحرش ولو قاعدت في تحرش تبلغني مثلاً وتبلغ الأب ديالك وتبلغ الأم ديالك وحتى تعرف على أن في المجتمع المغربي والمجتمعات العربية بصفة عامة الأسس الثربوية لا تبنى على الديمقراطية تبنى على يعني الدكتاتورية تبنى على العصى لمن يعصى يعني الإبن داخل البيت دياله يهاب من الأب دياله ومن الأم دياله احنا دائماً في الطيب النفسي تنقلوا للناس اللي تيجيوا عندنا لا يجب أن تخاف من أي أحد إلا الله ولكن يجب أن تحترم يعني الأسوس في التربوية يجب تبدأ على الاحترام الإبن ديالك ما حسوهش يخاف منك ولكن حسوه يحترمك وانت تعلمه كذلك يعني شنو هو التحرش وتجلس معه باش يكون لا قدر الله تعرض للتحرش غدا لك أنت يخاف منك وانت ترعب منك عندنا بعض الأبناء لتعاية الببه الوحش مشي الأب ديالي إذن كيفاش بغيتي هاد الإبن يذكر مع ابباه ومثلاً أولدك البنت أولدك المرأة ينقش مع هاد المواضيع في حال هو عيش جوع نتضمن على أن أول شيء يجب أن نبني يعني هاد الأسوس التربوية هاد الأسوس الديمقراطية داخل بيوت داخل المعمل داخل المدرسة يعني لا يجب أن نخاف ولكن أن نحترم اللي أكبر منها لاستقيتها من الإخوان في التعليم بالدرجة الأولى كي أن تفعيل القوانين لرضع الظاهرة في كيفما كانت هاد القوانين يوجدت بعدها وإن لم تجد يجب أن توجد قوانين القيام بحملة تحسيسية وتوعوية يشاركوا في المجتمع المدني إلى جانب الإعلام ثم اتمال مؤسسة التعليمية بهاد الظاهرة وتضمين المقرارات الدراسية بهاد الظاهرة وثبيت ثقافة السلوك المدني ونبدأ كل أشكال التمييز أيضا فتح حوار دائم ونقاش حميمي ما بين الفتاة والأسرة حتى يتم تحصين الفتاة منذ البداية ثم أيضا هذا اقتراح الناس اللي في الميدان توفي رقم أخضر لكي تتصل للمتاحة الرجل وكذلك العمل على ناحية القانونية حتى هذا ليس دياري سقطا سمح لي في المدارسة حقيقة يجب المدارس يكون فيها على الأقل دي بسيكولوغ يعني مثلا يعني الطلبة يعني جل المدارس المغربية سواء خاصة ولا حكومية ما فيهاش دي بسيكولوغ ما فيهاش وكذلك تأمين موحيط المؤسسة التعليمية لأن هذا أمر ضرري ليس على الأقل من هذه الضائرة التي تقع في الموحيط كان مجموعة من تدخلات دي الوزارة التعليمية وطنية في هذا الصدد مثلا كان إصدارات دي الوزارة كان إصدار دي الوزارة دي الوزارة الترباوي لاحتفال بالستينية دي الحقوق الإنسان ويتضمن مجموعة الاتفاقية الدولية سواء على المستوى حقوق الطفل أو كذلك تضيب التمييز بالنسبة للمرأة كان واحد خطة تعمل درتها وزارة الترباوي وطنية بشاركة مع الساسة كنادية هي هذه الخطة رضي ندادر وخان نفسح المجال السناء العزيب إنما ترتبقى في درجة في طنس سناء إلا كان شيء إضافة فيما يتعلق بالغاسمية هذه الخطة صافي بلند اكسيان استراتيجيكا موين ترم بلنستيطي تلسيفيزون لليغاليتي انتر دي السكس بدون السيستيم الهدوكاتي بين 2009 و2012 وهذه خطة للحد ما بين الفاصل بين الجينسين في المؤسسة التعليمية وهذا أعطاها كنجدون جميع المؤسسة تقريبا في المغربة الآن فيها اختلاط دي الجينس هو كيخص تكون الجمعة دي المجموعة من الحلول ما كيش حل واحد كان المقاربة القانونية اللي تكلمت عليها الأستاذة واللي هي تخصوص ديالها كيخصنا قوانين وكيخص تطبيق القوانين نيكيكون البوليسي والقاضي وده ما قادش يحميني ران مره ولا تقول ولا مشكل ما دي المسألة دي لجيب الدليل إلى آخر إذا نخص نهار غيكون ذاك المتحرش كي تعاقب الصح الظاهرة غادي تبدأ تقل نيكيكون المتحرش كيعرف راسورو كيدير الليدار ما عندوش مشكل المجتمع كيحميه تقاليد كتحميه النظرة دير الآخر كتحميه البوليسي كيحميه القانون كيحميه الظاهرة غادي تنتجر قبل من القانون كيخص أولا غير نبدأوا بحرد البرناعمة شهده غير نعتارفوا بإننا عدناها الظاهرة هذي نخرجوا معنا بنسبة لي كيشي تصريحات اللي تقالت بالضحك ولا متجوزة ولكن راح كيخصنا نتابولها منيكي نقول له حسيط قال لي برح في التليفون وقبل قلتها بالضحك دير ولا رأى بعد مرات البنت كيكع ولا ما قلتيش لهم شيك المزوين لا البنت كيكعام منيكي تخرج منيكي تخرج لصباح من ظاهرهم حتى كتدخل في العشية وياكي تسمع لها ضرف الزنقة وكتسمع لها ضرف الخدمة ولا تتحرش بأشي حتى يقولوا لها عليش لبستي هكو وكيو عليش خرش شي ونيكي كيش عند القادي منيكي يقول الأستاذ اللي رأى أوروبا عندهم مسؤولين وكيتحرشوا رأى ما شيحة هم تتفضحوه وحنا ما تتفضحوش رأى ما عندناش تحرش جي المسؤولين عير فقط البنت بقى وخي تتحرش بأعي واحد في الزنقة ولا لكوليك ديالها ما كتقدرش مشي عند البوليس فما بالوك لا تتحرش بها مسؤول كبير فكيما قالت الأستاذ مني ما كيكونوش عندنا بأرقام بشكل كافية ما كيعنيش أننا ما عندنش الظواهر إذن أول شي أننا نعتارف أننا عندنا وحد الكوارث ووحد دواهر خيبة في مجتمعنا نحيدو داك الخطاب ديال وايحنا مجتمع إسلامي وما عندنش ديال المشاكير والإسلامية حطوا على احترام والأخلاق وهذا هذا الشي عندنا في الخطاب الواقع عندنا هالظاهرة كبيرة وغاديوك تستفحل مرة أخرى نجبد المثال ديال مصر وصلوا الآن دواهر ديال الاغتصاب الجامعي لأن التحرش الجنسي فاش بده ما بقى تشي حد كيديها فيه ما كيخسناش نوصلوا لآسف لها الدواهر كين المثالة ديال تصر بهي اللي تكلم على الأستاذ نيكا تكون في المقرر المدراسي كينة واحد صورة اختزالية للمرأة في الكوزينة في الحمل وفي الولادة وفي الدار كان علموا عودوا في الدرامة في تليفيزيون وفي الدار الأسرة كان علموا بأن كين الفرق ما بين الولد والبنت أخوكو خيخرج في الليل يتعطل أنت ما تلبسيش هكا أنت أخات لبس هكا بغيت غير شي ولدي تخيل الرسول وولادي عندهم 16-17 العام الفوق أنهم نيكي يلبس حواجو الصباح ويخرج مع الثمانية كيسم غادي ويسمع خويات الشهوبية ديال بصح ولا ديال العطار زوين العينيك جمعك هاتجين جلش معك هات القاميشة كيفاش كيحس بي ما بقيش شي حد يقول لي اللبس ديال المرأة سولوا المرأة المحجبة هات الأمور هاتي اللي كان حاولوا نستخفوا بها من الظاهرة راحت تعرضت للغتصاب حي تخرجات حي تلبسات ما عندناش هات الظاهرة في المجتمع أول شي أننا نوعاو هاتنا ظاهرة خيبة في المجتمع كيخصة تناقش وكيخصة تحل قانونيا في التربية في الأسرة وللأسف للأسف هات المسألة غادي تاخدها وقتها ما نعاولش غدا ما يبقاش عدنا هذا المسألة طبعا الحال أنا اللي بغيت نتوجه مباشرة للإخوة والأخوات المواطنين والمواطنات هو أنه التحرش الجنسي مهما حاولنا نهضر عليه لهنا في هذا البلاتو وهضرنا عليه في فضاءات أخرى وعبر الإعلام المكتوب والإلكتروني أعتقد أنه حتى واحد ما يقضي قيس الأسر اللي تحتمت بالتحرش الجنسي ودائما الزوج يحمل المرأة المسؤولية إلا تبعوك في الزنقانتية وإلى الشف ديالك تبعوك رهنتية أو إلى آخرين إش حال من وحدة اللي اغتالت المصر هالبهني إش حال من وحدة اللي عاملة بسيطة كنت كتت هزى خوتها هزى سبعة وتمنيات ديالنفوس وحبست من العمل لأنها ما يمكن لاش تمشي في ستة الصباح للمعمل أو الشف ديالها في المعمل اللي كينضم العمل كيتحرش بها في الحقول كذلك فوصرت حطمات أحلام تحطمات نفسيات تحطمات كما قال الأستاذ مشغل عزيبات ليهما كيتحطموا نفسيان وكيتبلوكا جنسيا لأنه كينتحرش الجنسي كذلك المتزوجات يعني كنتنتهي الحياة الأسرية ديالهم لأنهم كينتحيوا جنسيا فإذا هذه المسألة كنا بغينا نعبره عليها كتر ولكن ما كانش الوقت بالنسبة للحلول أنا كنظن بأن الجزء الأكبر من الحلول هو اللي إحنا بيصدده الآن عندما نكسر الصمت حول موضوع ما ونتكلم به بجرأة وكنحاور بكل بكل ود وبكل أخوة المواطنين والمواطنة المغاربة نعرفوا بأننا اليوم بصدد 50% كان نقطع 50% ديال الشوط ديال الحلول الحلول اللي أنا كان هدر عليها هي ملشي الحلول التقعية لأننا الآن احنا بصدد يعني إجراء علاجي لمشكل متغلغي مشكل اجتماعي متغلغي في المجتمع نحن نتمنى أن نكون بصدد المقاربة الوقائية جاي منين رح نكن هدروا عليه من الخيمة خرج ميل شنو هي الخيمة؟ هي الأسرة من يكي خرج الطفل من اللول عنده كانت تدوز من مجموعة من القيم مجموعة من الأمور كانت تمرر له عبر التربية من يكي تسهلوا معه كما قالت الأخت هو وكنشدده مع الأخت علش كيكون عندنا البنات منضبيطات يعني وحريصات وعندهم لأن الأعلى دايما حاضر وعندهم ذاك الرقابة الأبوية والأستدراء وعرف هذا الشي ذاك الموطة تغنية عندهم حاضر بزاف لأن ذاك شي تمرر لهم في التربية الأبناء للذكور يستبيحون كل شي داخل الأسرة وخارجها لأن مررنا لهم في التربية بأننا نتراج لدير اللي بغيتي لدين هذه القد ثم القضية في المرحلة الأخيرة وخصة تكون في المرحلة الأولى هي القانون القانون تشريع خصو يكون ومنك تتظر السيدة اللي هي في الوزارة الوصية على الأمور ديال الأسرة أو ديال النساء أظن أن في هذه الحكومة بالذات هذا الفوضى الاجتماعية خصوة تحبس لأن منك هناك نحن أولا في بلد مسلم وقبل أن نهضره على المدنية في دول أخرى مثلاً في الصين لدينا 48 ديلة تحرش داخلة فضاءة العمل ولكن في الفضاء الخارجي لا يوجد تحرش الجنسي قليل وبالتالي فأنا نظن بأن في بلد مسلم كهذا لا نحتاج لألال المدنية لأن الوقت سهلو وعندي غير فقط مستقطع بعد إذن يعني الطاقة التقريب عشرين ثانية لكن شيء إضافة عن شيء متضخي فيكم دكتور بنيش أشاء الله يخليك على أن طبعاً نظر النتائج الوخيمة ديالها التحرش فيستوجب أي سيدة تعرضت للتحرش باش تزور يعني يكون عنده على الأقل متابعة من طرف واحد طبيب نفسي أو أخصائي نفسي بسيكولوج لأن ما تقدرش دك الإنسان تعيش بذك النتائج الوخيمة لأن التحرش ممكن يعطيك كما أشرنا نتائج وسلبيات على كل المستويات وهذه السوق كبيرة هذه لكم ماشي فبعاً سانا العجي سانا العجي إذا كمشي إضافة الإضافة اللي عندي نسمى ماشي إضافة هي اللي قلت قبل اللي أخصي نأكدوا عليها غير نحيدوا هدك السياسة ديال النعامة ديال بقوا نقولوا هد شي ما عندناش والمسألة اللي كانت نرفزني ديال راها المسؤولية ديال المرأة هي مسؤولية مشتركة ممكنش نقول للمرأة أنتي ما تلبسيش باش أنا ما نتحرش بيك حيضو حتى الجانب ديني اللي يقول حتى الرجل غضو البصر راها ممكنش تقول لي أنا راجل وما قادش نتحكم في غريستي منيك نشوفو حتى زوينة كنهيج إذا كنتي راجل الصح هيك تخلي أقلك واللي يخدم مش الجسد ديال وما رأيز ديال أنا الأول مكسر جدا الصمت والمضوع قدما لمحاربة هالتواهر بمقاربة نيسة أمنها فقط لما تشارك يشارك في الجميع إعلام الصحافة والتعليم وغيرها من المفاعلين سيدة ركواني عندك شئ إضافة؟ أنا اللي بغيت نضيف هو أن ونعود نأكد عليه هو أن هالتحرش الجنسي هو شأن مجتمعي شفنا في الرابطاج الحديث على قانون الصمت إحنا مخصناش نقبله قانون الصمت في هذه البلاد كان دستور اللي هو تعاقد اجتماعي سياسي وجاب المبدأ دي المساواة المواطنة للجميع كذلك حضر التمييز والنساء من حقهم يمشوا للقضاء كما أنهم يمشوا للجمعيات والمراكز يستماع بسهولة كونهم يمشي والجمعيات يشكي وكان حالات كثيرة وكان لقوا فراغ داخل المحاكم هذا كين فيه مس بالحق بحق له وحق دستوري دي الولوج إلى العدالة ودي اللجوء إلى العدالة واللجوء إلى القضاء وكذلك الولوج إلى هذه المؤسسات من أجل الحصول على الحق ومن أجل حماية الحق هنا أشنخصنا كين بعض القيام اللي افتقدت داخل المجتمع ستكون مؤطر لجميع السياسات حكومية ولا أولى ولا غير حكومية اللي هي القيام دي العقل أنا كيفاش نعليهم القيمة العقل وأنه يخدم وأنه أربيه وأنه هو اللي رقبنا القيمة دي الحرية دي المساواة دي الكرامة وغادي نأكد على الجانب القانوني الجانب القانوني وبالإضافة إلى أنه في الجانب التربوي الجانب التقالي الإختصار شديد السيدة القانوني إنك ترحت كثير أنا فيما يتعلق بالجانب الوقائي قصنا نديروا تدبير دي الوقائي وتدبير دي الحماية ولكن أنا أريد أن أعود أن أعود إلى جانب القانون خلق سياسة قانونية متكاملة في جميع مكونات المنظومة الشريعية وخاصة القانون الجنائي وقانون مستر الجنائية ومدونة الشغل لكي نضمنه حماية وكذلك التفعيل وأعادت النظر في جميع الإشكالات القانونية سيد أبو فرشنا بقى عندك شيء إضافة في 15 ثانية الإضافة اللي عندي هو الجميع المغاربة والمغربيات لنتحد جميعا ضد هذه الآفة الاجتماعية وللمخلفة ديالها ربما إحنا غير كنت سلوا بها ولكن المخلفة ديالها عميقة على المجتمع ككل والمجتمع المغربي ما فيش نساء ورجال نحن مجتمع واحد والصحة النفسية ديالنا كلها وفرشنا شكرا سيدة بفرشنا دكتور بنيشو سيبل عليك شكرا سناء العجيو سيدة خديجة وكان أشكركم جميعا أشكر الجمهور الحاضر معنا هنا أشكركم مشاهد الكرام وإلى اللقاء في فرصة مقبلة بحول الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر